بسم الله الرحمن الرحيم تضم أحداث كثيرة بخصوص المنتخب الوطني وكاس الرابطة واستعداد الأهل الكأس العالم الأندية لكن إيه التجارة اللي فيه؟ هي عبارة عن تجارة محضة أزعجني جدا وأنا عارف أنك عامل فقرة مخصوص بس يعني تحب نخليها دي مقالة ومقالة لأن فيها كلام كتير لازم يتقال طيب هنجي لها بعدين لكن خلينا نروح لأبرز ما في الحلقة من عنوين مقالي ومقاله حق الصحافة وصحافة الحق الغربال موسيماني ونيورك تايمز فضلوا نعمة وبعضمة لسانه ناس رضع بلاس تسعين وناس رضع وهم السنين الشموع الحمراء عمر سلطان باشا وأسرار الملك عن الرحالة العاشق وأخيرا مجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة استناني بأن تم اختار موضوع برضو كويس المقالي ومقاله فمش عايزين برضو نتكلم فيه هتكلم بس بسرعة كده في الانترو اللي أنا عامله وليه أنا قلت هذا الكلام لأنه بيزعجني جدا جدا كلام المسؤولين يعني أنت بتلاقي تحفيل وبتلاقي تلقيح وبتلاقي كلام على السوشال ميديا أو في بعض الإعلاميين أو بتاع ما بتنزعجش ولكن اللي بيزعجني جدا 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 هو ما يلجأ إليه قيادات مسؤولة في الرياضة عن الأندية أو في أماكنهم من دغدغة مشاعر الجماهير بخلق قضايا مش مفهومة المهندس هي حكومي الرئيس النادي الإسماعيلي الذي نكون له الاحترام وأنا عن المستوى الشخصي تعاملت معاه وكان مختلفا جاء هذه المرة ما فيش شبوءه غير حاجة واحدة النادي الأهل يعني هو جاي عنده مشاكل معلش هنتكلم شوية في الحتة دي وطبعا جايح لها مشاكلها أن لا يليق بالإسماعيلي ما يحدث من نتائج وأداء فالفريق لازم يحصل له دعم ويعد بناءه فنيا ونفسيا وحتى من ناحية الإدارة والحقوق لازم اللعبة تشعر أنها يعني مؤمنة وتلعب من غاية وتتمسك بالمكان اللي هي فيه دي نمرة واحد داري على النادي الأهلي أن النادي الأهلي مش وقت معانا أو رسالة سلبية تصدر بصها أستاذ أبراهيم كلما بدأ في الأفق من بعض العقلاء وأصحاب الحق والرؤية السليمة والفطرة السليمة أنهم يقولوا كلمة الحق كابتن علي بوجريشا كابتن سيد بازوكا وا 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 واطلع يقولوا حقائق الافتراءات التي يعني زرع بها الفتنة عن عمد أصحاب المصالح بين الأهلي والإسماعيلي الدنيا بتهدى والأهلي فاتح دراعاته وعايز يعمل اللي يقدر عليه ما تقدرش تقول للعيب لازم تروح لا تملكها لكن دع دورك أنت كإدارة أنت عمال بتشتري لعيبة جديدة وعايز تاخد لعيبة أهرة اقنعها والاقتناع لا يكون إلا بالمصالح يعني أنا لعيب حسيب مكاني وجيلك آه عايز ألعب كل حاجة بس عايز يعني أخد حقوق برضو لا ساب كل ده وبدأ يهاجم إدارة الأهلي وهاجم النادي الأهلي ونرجعنا تاني للمربع واحد ليه ايه سر قلنا كان عشمان وعشا موت يعني ما حصلش طيب جبت جبت لعيبة وماشي في بطولة الرابطة كسبت أقول ماتش ونزلت بتلعب مع النادي الأهلي النادي الأهلي له فلسفته وأغراضه من هذه المباراة شيء لا يخصك وانت ما بتعاقبنيش على أنك فجأت المستوى النشئين بتوعي فلازم تروح واخدني في سكة تانية خالص إحساسه أنه هو راح منه الماتش في السنة الأخيرة ممكن يدايقه ويداي ناس كتير وأي مشجع وانا وانت وكلنا لكن إنك تطلع بيان تسرد فيه مجموعة من الوقائع يعني يقول لك عكسها إذا كان هناك ظلما تحكمين قد حدث الناس شفيتوا كلها أنك كان النادي الهاني وهنشوف ده وده أنت جايب وحتشوفه طب هو بيعمل كده ليه أيوة يطلع بعد كده يبني على هذا الموقف في أحاديث بقى هو ده بقى بتوضح هو أنا بعمل كده ليه لا وأنا نفس الأهل إزاي يا عم دي مش أولوياتك النهاردة أنك تنفس الأهل أنت أولياتك تعيد التنظيم والبناء وخلق الحوافز والاستقرار الفريق ما تبعليش الوهم أنا بكلم كلامي بقى للجماهير العاقلة التي تسمعنا الآن أي مسؤول بييجي في ظل أزمة بيبقى نمرة واحد يخرج من الأزمة فلازم ليبقى له أولوية إنما تيجي تقولي أنا نفس الأهل إزاي ما حدش حسبك على إنك هو أنت ليه مش بتنفس الأهل النهاردة وبعدين يرميها على الأسباب الإقصادية ويقولك ما فيش عدالة في التوزيع هكلمه كرجل أعمالي أستاذ إبراهيم لا الحتة دي عشان أنت كرجل أعمال إيه عدالة التوزيع في رأيك أنت رجل مجالك يعني الرئيسي في العقارات كما فهمت يعني هو أنت بتبيع الشقة زي الفيلا زي الستوديو زي آه حتيجي تقولي آه ممكن يوقفيه استوديو أغلى من الفيلا أيوة بس مرتبط بالمكان مزايا تانية مزايا تانية والتكافل هنا يأتي بالتطوع ويأتي من دور الدولة فما تيجي أنت تيجي تقولي وزارة شباب لا أنت بتدي بقى الإعانات بناء على إيه ممكن تديها بناء على الاحتياج تديها بناء على الأرض الواقع بالتساوي كل ده مقبول منك لكن تيجي في القيم التسويقية أستاذ إبراهيم وفي العملات التجارية التي يجيدها المهادس الحكومي والتي لا يمكن يكون بمارسة في عمله أنه يوزع كل شيء بالتساوي حتى في شركاته مش هيدي كل الناس زي بعضها حينقي ناس يديها مزايا ويديها حوافز لأنها بتشتغل ومتكسبوا كلمة البراند أنا وانت نعلم البراند يعني إيه يعني الصنف المميز اللي مجرد ما تشير إليه العلامة التجارية البارزة اللي لها تأمن بالزبط براند ماركة سيارات مشهورة جدا ما تتسويش كل ماركة سيارات ببعضها طبعا حتى في الماركة المشهورة في فئات طبعا في كماليات صحيح كل ده موجود في الرياضة طب حتقولي في الرياضة إزاي حقولك النادي الآلي اللي بقاله 111 سنة مثلا عبر تاريخه تراكمات المواقف تراكمات الأحداث تراكمات البطولات اتساع الشعبية كل ده عمله إنه براند براند دفع فيه دفع فيه وقت دفع فيه نظام دفع فيه جهد دفع فيه تمسك بالتقاليد أحيانا تضحيات كتيرة جدا ثم أنفق كثيرا عشان يحقق البطولات هتيجي تقول لي الفلوس ومش الفلوس والقيمة التسويقية هو النادي الآلي متفوق بس في سنين الأخيرة ده من 48 قبل الاحتراف لحد معد الاحتراف النادي الآلي يحقق النتائج ومحدش يتكلم بالعكس لم يكن يوما عنده السلطة أو النفوذ ياخد لعيب غزب عن حد وينقله من إينا بالعكس لعبت النادي الآلي نفسها كانت بتتاخد منه ولكن هناك شيء ما حدث في النادي الآلي جعل أن فيه جزوة روح تقاليد شخصية خلق أهداف كل دي بتعوض أي أمور أخرى فما تيجي تقول عايز تقول في رئيطك أن الإسماعيل الظلم لأن الأهلي بياخد أنت القيمة التسوقية بتاعتك ملاش دعب النادي الآلي أنت رفعها ويوم ما ترفعها وتتجاوز النادي الآلي يعني فأنت ما تجيش تقول لي لما تيجي تقول لي أنا كمعلن أنا عايز زي زنان هاقولك بأمرت إيه اشتغل وقنعني أن أنت عندك مقاومات أكتر للأسر ده كلام بديهي أوي مش بديهي هو بديهي بس أنت لما بتسوق بتسوقوا المين للناس اللي مشاعرها سخنة اللي عايزة تصدق أي حاجة و وخلي بالك لما ييجي واحد في المدرج ما سيرفع جازمة ولا يشم ولا يعمل أنا بعتبره ده راجل ضحية ضحية تم العبط بعقله أو هو واحد من اتنين يكون من إخواننا اللي بيزرعوا الفتنة هو مش اسماعلاوي لكن عايز يعمل حاجة يولح تخلي الناس تعرف أن فيه خلاف لسه لا اقعد صدق أنه حيبق أصحاب بعدين أسأله سؤال هو أنت زعلان من نادي الأهل مثلا مثلا يعني لأنه ضحك عليك ما كسبتش معاه في كل عمليات التريدينج والتبادل وانتقاء اللعبين وتبادل اللعبين أنت كل عملياتك مع النادي الأهل رابحة فنيا رابحة ماديا كل حاجة ما خدش منك حاجة بشكل مباشر دون أن تحصل على أكثر مما طلبت أو كنت تتوقع أصناء التفاوت هتيجي تقول لي زي ما بيتقال ما فيه نغمة لسه هتطلع أو طلعت أو ابتدت تباعد اللعب الأهلي ولعب الإسماعيلي والواواوا لما تيجي تقول لي طب ما انت خدت مني فاضل وبران سعيد وعصام الحاضر خدت كتر من لنا خدت لا استان حيقولك أنت سبتوهم حلو قاول طب ما انت سبتوهم هو أنا ما خدتش منك حد غير بفلوس اللي خدتو منك خدتو من قندية تانية صحيح أنت عايش تعتبر أنه مجرد ما يمر عليك وحرم علي مين قالي هذا الكلام وإلا كان حرم عليك لعيبتي بالعكس أنت خدت مني كابتن عصام الحضري في ظل خلاف مرفوع في قضية أمام المحكمة الدولية أنا ما عامتش معك كده بالعكس أنا لما كسبت القضية من خلال سترازبورغ قلت الكابتن حسني تفضل حاجتك إيه أنت رجعت غيرت كلامك وما تعقبنش أنا ليه بقولي الكلام ده لأن عايز الناس تفكر عايز الناس تفكر أنت طبعا الفقرة بالتفصيل هتوري مين المدار لكن أنا مثلا آخر حاجة هو أنا جيت مثلا عملت معاك واتحكت عليك وضللتك وخدت منك لعيب أنت كاتب شرط جزائي على نفسك بمبالغ لا تستطيع سددها فاتبيع اللعيب بمبلغ أقل من الشرط الجزائي اللي أنت موقع عليه يعني هو ضحك عليك خد منك لعيب لبسك 20 أو 25 مليون جنيه وقرار بخصم نقاط الموسم الماضي والموسم ده إذا ما تحلش الموضوع ما عملش معك كده بالعكس أنا متخيل لو النادي الآله كان عمل كده مع الإسماعيلي كان بقى حديث يومي وما كانش يعني لحد النهاردة الناس هتبطل نفخي في الرماد عشان يبقى نار في هذا الموضوع أنا ما عملش عمري ما عملت معك كده بالعكس ده كل المواقف التاريخية بلسان أبناء الإسماعيلية عبارة عن حرص النادي الآهلي على علاقته بالإسماعيل من قول الكابت الرضا وتنازل النادي الآهلي عن توقيعه لأنه حاس أنه ده يمثل حالة شعبية في الإسماعيل وحامزة الجمل وحسن عبد الرب كلها أمور كان يستطيع النادي الآهلي أنه يوقف اللعبة دي أو يعمل حاجة لكن لا بمجرد كابتن حامزة كابتن صالح ندهني قال لي ما يتضرش عشان هو وثق فينا تفضل كابتن حسني كابتن حسن قال بمجرد أنه عايزة تراجع يتفضل يرجع فين بقى المشاكل أصل الأهلي بيلعبش في الإسماعيل على فكرة لو لو تمسك الأهلي باللعبة في القاهرة حيلعب لأنه عنده موافق أمني ولكن الأهلي لم يتمسك بحقه ده بالعكس على الأهلي أن يطالب أن يلعب في القاهرة عشان نس تفهم حقيقة الموقف أنا بجيب موافق أمني هتجب موافق أمني أنا أنا ما تمسكتش بحق اللعبة في القاهرة عشان أشعر الإسماعيلي بتكافؤ الفرص بلعب زي زي أكبار معني لو تمسك تستطيع أن ألعب في القاهرة فهذا كلام مجرد عبارة عن عبس بالمشاعر ما يستح شيء من القيادات أنا بتناقش وعايز الناس تناقشني تناقشني في اللي قلته مش عايزين نقل بالموضوع خيناء لأن أنا والله أصدق أفسر أفسر عشان الناس مرة كده حد يكلم العقول أنا بكلمكم بكلم عقولكم كل الناس الزعلانة مش المبسوط فكروا في اللي أنا قلته فكروا أنا مخادش لعب إلا بالقيم اللي إسماعيلي أرادها وأحيانا أنا مخادت محمد عبدالله خدوا محمود شيكو وفلوس أنا مخادت عبدالله السعيد خدوا فلوس وصدي أحمد صدي لا ده شريف عفضيل وفلوس عبدالله سعيد بفلوس باستمرار باستمرار بالاتفاق مع الإدارات العلي اللعيبة اللي خدتها من بره خدتها من أندية سابت إسماعيلي بقى لسنتين وبتاع بعضهم يعني زي كابتن أحمد فتحي وزي كابتن أحمد حسن وزي كابتن براكات وزي وعماد النحاس على الرغم من كل اللعيبة وسيد معاود اللعبة دي كلها أنا كنت متكلم معاها ورفض يبيعها وتوجهوا للإسماعيلي وبعد الإسماعيلي لما سابوا متوجهوا أنا خدتهم فمن فضلكم يا أهل إسماعيلي الكرام الذي نكن لهم كل تقدير خدوا كلام ده وهدموه وفهموه طيب ده كان كلام مهم جدا لكن بمناسبة حتى نجوم الإسماعيلي الإسماعيلي اللي انتقل والأهلي خلونا نشاطر الكابتن أحمد النحاس نجم الناد الأهلي السابق والمدير الفن السابق أيضا للمولين العرب الأحزان في وفاة والده رحمة الله عليه الحياة أحمد الفترة اللي فاتت معاناة والده كان والده أصيب بمرض الرئة أو مرض السرطان الرئة وفضل عماد ما بين عمله في المقولين العرب كمدير فني وما بين بلده مغاغة يلعب المطش ويسافر يحضر التمرين ويسافر إلى أن طبعا ظروف الفريق بقت صعبة جدا وظروف أنه يقدر يوائم ما بين ارتباطه بوالده واحتياج والده لوجوده جنبه وما بين عمله ففضل أنه يعتذر للمقولين ويتفرغ لرعاية والده اللي توفاه الله أمس الأول عماد موجود في مغاغة في تلقي واجب العزاء في والده بنقوله البقاء والدوام لله يا كابتن عماد وربنا يتولاه برحمته ويصبرك والأسرة إن شاء الله رحمته الله على الفقيد وربنا صبر عماد ويلم صورته الصبر والسلوان ولكن أيضا دعنا يعني الحياة ببنسبت علشان بس نقشرف آسم خلينا نقول بس حتى المقولين استعام بالكابتن محمد عودة كان مدير فني بعد عماد النحاس وبيستعد للقاء الأهلي بكرة إن شاء الله تحت قيادة محمد عودة لكن الكابتن أشرف آسم نكمل زمالك ومصر الكبير الحياة النهاردة توصلت معايا عشان أطمئن عليه وأقول له ألف ألف سلام عليك لقيته كمان ممتن ومقدر جدا باتصال الكابتن محمود الخطيب به كابتن محمود الخطيب فور ما عارف بظروف كابتن أشرف آسم اللي كان مبارح يتكلم على إنه بيعاني من مرض في الأعصاب فيروس غامض هو قال حالتي تشبه إلى حد كبير حالة مؤمن زكريا وطلب من الناس كلها إنها تدعيله أشرف آسم واحد من نماذج الكرة المصرية الرائع جدا كابتن خطيب حرص إنه يتصل به ويطمئن عليه ويشد من أزره ويقول له النادي الأهلي مستعد إنه دعم لك بكل اللي أنت تحتاجه ويقف جنبك ونادي الزمالك أعلن أيضا مسندته للنجم الكبير أشرف آسم وأشرف آسم يا باش مهندس يمكن الأجال اللي ما شفتهوش واحد بمناسبة كأس الأمم الأفريقية كان واحد من صغار الناشئين اللي التحقوا بكأس الأمم في 86 كان يدوب عنده 19 أو 20 سنة وماليد اعتقد 66 أو 67 نضم للمنتخب اللي كان فيه بقى كابتن سابت البطل عليه رحمة الله وكان فيه كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبد وكابتن جمال عبد حميد لعب هذا الناشئ الموهوب مع هؤلاء الكبار جدا في بطولة 86 في القاهرة اللي مصر فازت بها وكان واحد من عناصر الكرة المصرية البرازين بنقوله ألف ألف سلام عليك يا كابتن أشرف وإن شاء الله ربنا يمن عليك بالشفاة زي ما بندعو أيضا لكابتن مؤمن زاكرية مؤمن أيضا رايح رحلة علاج في لندن بيعول عليها كتير نتمنى إن شاء الله تعالى لمؤمن سرعة الشفاة بإذن الله صبر كتير مؤمن وعانى وقطع مشوار كبير في العلاج بنتمنى لهم يا رب كل الشفاة بإذن الله هذه الحالات الطارقة المكلفة باش مهندس ما تدفعكش لضرورة إيجاد حل من صندوق رعاية استثنائي لمثل هذه الحالات يا أستاذ إبراهيم أنا الأوان للتأمين على اللعبة أما صندوق الرعاية كل ده يعني مضطر له لأن ما فيش ولكن اللعبة النهاردة بتاخد مبالغ تسمح أنها يتعمل لها بوالس تأمين بالمشاركة مع مؤسساتهم حتى بعد اعتزالهم بعد اعتزالهم بولوس التأمين دي زي ما تحط فيها مدى الحياة لا في بعضها وقتي وفي بعضها مدى الحياة التأمين أصبح للرياضي ضرورة والمبالغ اللي أنت بتقبضها النهاردة بتسمح وتتيح ليك وللنادي اللي بينفق عليك كل هذه المبالغ يعني النادي اللي تتعالج بكاما أستاذ إبراهيم أنت لازم ولكن هي التقصير الحقيقة من شركات التأمين أنا حاولت كتير ويقوا يعودوا معايا بعدين أقول لهم طب روحوا برا وجيبوا سيستر كامبني من هناك أو يعني شراكة مع أي شركة خدوا منها نظامها وبعدين في حاجة اسمها يعني باك تو باك انشورنس يعني تأمن علي وأنا شركة التأمين تأمن على تأميني مع شركة يعني تبادل خلاص بيوزعوا احتمالات الخسارة بطريقة أكثر أمنا لكن التأمين هو اللي يخلي الناس تلعب لأنه مش معقولة اللعيب يبقى بياخد هذه الملايين وبعدين فجأة يحرم منها طيب بالمناسبة برضو كابتن بدر بنون ناس كتيرة اتكلمت على بدر بنون في الفترة اللي فاتت كان فيه اكتهادات كتيرة وفيه كلام وراغي كتير جدا لكن حقيقة قلب بدر بنون ايه بدر بنون أصيب بكورونا مرتين هذه الإصابة من توابعها ثابت نوع من الالتهاب على عضلة القلب وهنا أنا بقول لكم كلام طبي التهاب على عضلة القلب مش ضعف في عضلة القلب وده حاجة زي الالتهاب الرئوي بالضبط لكن رخم شوية ويحتاج للراحة مالوش علاج اللي للراحة الراحة يحتاج فترة طويلة جدا تقريبا هيغيب بدر عن الملاعب مش أقال من شهرين الفترة دي بيعمل من آن لآخر أشاعات هو كان خضع لأشعة في الكاميرون التشخيص اللي حصل من الدكتور طبيب الجهاز الطب المغربي توافق مع نفس تشخيص الدكتور أحمد أبو عبلا هنا فتم الاستقرار على أن الحالة هي هي التهاب في عضلة القلب تستوجب الراحة التامة بدر حبي يفضل موجود مع زميل لعب المنتخب المغربي في الكاميرون برغم خروجه من قائمة البطولة لكن هو مبسوط من أجواء البطولة كانوا استبعدوه وحطوا أشرف من شرق المكانه ونت تعبيره زيزي إبراهيم بتحتاج لأسرتك تحتاج أنك تبفوص لناسك آه بيحب الأهلي لكن مؤكد هو بيتكلم اللغة دي وبيسمع الكلام ده وأجواء كاس الأمم ومبسوط مع زميله فخلاص الكابتن سالعب حفيز بالتواصل معاه تم التفاعل أنه هيفضل موجود في الفترة دي لأنه ما بيتمرنش طبعا ما بيبزلش أي موجود فقط هو خضع للراحة لكن إن شاء الله تعالى بحسب تأكدات الأطباء تأكدات الدكتور أحمد أبو عبلا إنه إن شاء الله هيتعافى منها مش زي ما الناس هولد لكن بشرط إنه يحصل بدر على الراحة الكافية لإزالة هذا الالتهاب على عضلة القلب وبإذن الله تعالى بعد شهرين يرجع بدر بنون بكل قوة وقلبه يكون سليم إن شاء الله بدر بنون بهذه الحالة يتأكد غيابه عن الأهلي في كأس العالم لحاجة غريبة جدا وغرضة جدا يعني إصابات عجيبة بتلاحق نجومك بدأة الحساسية زي ما يكون هي نقصة يعني حتى أنت ما بتيك بتلعب في كاس الرابطة رجع لك صلاح محسن من إصابة وعمل ماتش بذل في آخر دقيقة في المباراة تتجدد الإصابة ويحتاج شهرين تانين يعني يعني مش معقول اللي بيحصل ده هنشوف بعض الفيديوهات عن بدر بنون الحياة أو لا هنشوفها بعدين في سنة الحلقة لكنه صراح محسن اللي حداك أشارت إليه هو كان بيعاني برضو من إصابة في مشت الرجل وصيب في المباراة اللي لعبها مع الجونة بشرخ الجهاز الطبي أو الدكتور أحمد أبو عابلة فضل أنه يعمل له تثبيت للشرخ بتاع مشت الرجل بالمصامير علشان ما ترجعش تاني عمله هذه العملية عملية التثبيت هيحتاج تقريبا لآخر حوالي شهرين يرجع بعد يوم بعد شهرين تلاته وده بيعقودنا الناس مستغربوا ومو سماني مش بيشرك مجموعة من الناس اللي يجب إعدادها ألاكوا فعولوا وياخد قرارات إزاي يعني هو طبعا التجربة ماشية بنجاح أنه ممكن يحتاج عنصر أو اثنين أو ثلاثة من العناصر العمال بيدعمها ومن قطاع النشئين يعوض بعض الغيابات دي زائد الغيابات المحتملة أنت دلوقتي يعني أنت ما عندكش اللعيبة من الجزائر يعني حتى الفرق اللي خرجت ما عندكش حد يعني آه اللي احنا مستغربين من خروج الجزائر تمكت مرشح الأول منتخب مصر كده هيواجه يكون دوفار يوم الأربع إن شاء الله فاللعيبة يعني احنا نتمنى مصر توصل لأبعد نقطة وكل التوفيق لنجومنا المحترفين هو مين مش بقى العلي معلول وديانج وديانج طيب بالنسبة بقى خسارة منتخبنا لبعض اللعبين كان أبرز الخسائر أكرم توفيق سواء للأهل أو للمنتخب مثلا أكرم توفيق اللعيب الوحيد اللي جاله صليبي في الفطولة بقطع في الرباط الصليبي هيروح فيهم أكرم توفيق عشان برضو ده سؤال حير الفترة اللي فاتت الأهل علشان بد عشان أكرم توفيق ربما يغير العتبة الأهل حيغير العتبة الألمانية أنا رأي كده في تفكير في اتجاهين هقول لكم المسارين اللي بيفكروا فيهم دلوقتي هيك جهاز طبي في تفكير إنه يروح أكاديمية سباير القطرية ودي أكاديمية عالمية فيها جرحين عالميين كبار فيها جرح بلجيكي كبير واحد من العلامات الكبيرة في جراحة الرجبة بيتعالج فيها كل لعبة الخليج وكل لعبة الشمال الإفريقي حتى لعبة الرجاء والترجي والجزائر كلهم جراحات الرجبة بالنسبة لهم في سباير تحت أو تحت إشراف الطبيب البلجيكي اللي موجود في سباير ده لو تم الاتفاق على هذا المسار في سباير لأنه ده ده حديث وجديده يا باشماندس زي ما عرفت إنه الرجل البلجيكي بيبقى حريص على متابعة العلاج الطبيعي والتأهيل لللاعد خلي بالك من نقطة سباير اللي فاتكم واللي جاءكم تاني سباير دي حتكون موجود أثناء كاس العالم طبعا في حرص شديد عندهم أعلى مستوى طبي طبي سواء من الأجهزة أو التقنيات أو التكنيشن دي كاترة ووسائل الإعداد هو أنا رأي حيبقى اختيار لأن يهمهم من يقولوا عندنا ما تقلقوش يعني في تنظيم كاس العام لازم يبقى فيه مركز طبي على هذا المستوى أو يعني زي ما كانش سباير لو لازم ألمانيا فمش زي الحل التقليدي بتاع شيفر هوف ووتر هوف وديكاترة الألمان اللي الناس اعتدتهم والناس تحفظت برضو على هذا المسار هناك طرح طبي آخر أنه فيه بروفسير ألماني كبير دكتور كريستيان فينك ده واحد من الجراحين الكبار الألمان اللي فيه جراحة من جراحات الرجبة معمولة باسمه يعني كنظرية علمية لجراحات الرجبة متسمية باسمه كبرفسير كبير فإذا كان بالضرورة تروح ألمانيا هنغير العتبة بتاعة شيفر هوف وهتروح لكريستيان فينك إذا ما كانش هيكون الأكاديمية سباير الطبية العالمية في الدوحة وحتى الآن الأمر بيدرس هيروح سباير أو هيروح ألمانيا لحد الآن لم يتم وإن كان تم الانتهاء من تأشيرة سفر أكرم توفيل لألمانيا علشان تكون كل الأمور جاهزة لغاية اللحظة الأخيرة اللي الجهاز الطبي هياخد قراره فيها أكرم قال كلام طمن شوية قال أنا كل الأربط عندي سليمة الغضروف سليم هو بس الرباط أي يعني الرباط صليمي وهو الرباط الأمامي وليس الخالفي فيعني أو هو الصليمي كان حريص حتى يروح كان حريص أنه يروح يزور اللعيبة ويقابل الجهاز معنوياته عالية ما ده لسه كنت عايز أقولك اللي يطمنك على هذا الشاب الحديدي أنك تشوف معنوياته عاملة إزاي إيمان جبار بالقضاء والقدر شوف اللي ابتسامة الحلوة زي ما يكون هو اللي بيطمنهم زميله والجهاز كله بيستقبله بالأحضان يعني هو شخصية جميلة جدا يعني بخته بإذن لا يكون كويس مش وحش إن شاء الله ويرجع أحسن من الأول لكن جاته في توقيت كان العالم كله ينظر إليه صحيح الناس كلها اهتمت إنها تدعم أكرم توفي وكان الدعم الحقيقة اللي له معنا الكابتن أحمد فاتحي لأن أحمد فاتحي واحد من أبناء هذه المنطقة البكرايت واحد من الأكرم توفي الناس شبهته به أحمد فاتحي حرص على دعم أكرم توفي ونشوف قال له أحمد بكرايت فتحس بالإحساس اللي حس بي أكرم ومركزك ومكانك في المنتخب في البداية كده حب توجه رسالة لأكرم توفيق اللي جاي بكرا مصر لا أنا أكرم طبعا من الشخصيات اللي أنا المحباة جدا وهو كان في الأهلي معايا كنت دايما أكلمه عشان هو أصلا مكتهد من لعيب راجل ما بيهزرش في التمرين حتى في المتشات كده هو التمرين بتاعو زي المتش فهو شبه شوي عشان أنا كده أنا أولا أهزر في التمرين وأولا أهزر في المتشات فكنت دايما أكلمه وأنصحه على طول وهو من الشخصيات الجميلة اللي بتتقبل لكن عايز أقوله قد الله ما شاء فعل في الآخر ده نصيب والإصابات دايما بواردة اللعب الكرة خلاص الإصابة حصلت وهو يفكر إيجابي اللي هو إن شاء الله يرجع حسن من الأول وإن شاء الله يرجع حسن من الأول ودي أهم حاجة أهم حاجة يعمل العملية وإن شاء الله يكون سليمة دي أهم حاجة وبعد كده يبدأ التأهيل واحدة واحدة ونصيحتي ما يستعجلش ما يعملش زي دايما فأنا عملت خمس عمليات كنت دايما مستعجل آخر جملة دي هي الجملة اللي يجب نتوقف عندها متر استعجلش أنا عملت عمليات فلما واحد بقيمة الكابتن أحمد فاتحي بمجهوده لحد النهاردة ده معناه أنه يقدر يرجع من العمليات على هذه الحالة البدنية والفنية المتميزة بس ما تستعجلش وأنا يعني أرغم مش هو بس أي إصابة لا يجب التعجل فيها طيب الجهازة الطب للأهلي كمان عشان ظروف كورونا حريص في الفترة دية أن كل اللعيبة يتعمل لها بشكل دوري مستمر بالذات اللي راجعين من إصابات كورونا رانين على القلب وأشع مقطعية على الصدر عشان يتطمن على حالة حصل ده مع بيرستاو حصل مع لويس مكسوني وحصل مع كل الناس اللي رجعت من إصابات الكورونا عشان يكون مطمئن تماما على حالته وممكن الناشئ حتى المدافع اللي لافت النظر الحقيقة محمد خليفة نصير الوحيد النهاردة اللي طلعت مسحته إيجابية قبل مباراة المقولين فبيغيب بسبب كورونا المدافع هايل جدا جدا عجبني جدا صحيح جدا يعني تقدر تطمئنله وتعتمل علي النهاردة دي المساحات الدورية اللي بيجريها الجهاز الطبي للإطمئنان على كل اللعيبة بإذن الله في المرحلة اللي جاية اللي زي ما قلتلكم بيستعد لي مواجهة المقولين بكرا إن شاء الله في كأس الربطة المباراة الجهاز اختار 23 لعب هقول لحضراتكم عليهم فضوء هذا المران اللي انتوا شايفين جانب منه مصطفى الشبير المتقلق الحقيقة اللي قدم أوراق اعتماده للجمهير بشكل لافت جدا ومعا حمزة علاء الحارس الموهوب ومصطفى مخلوف أيضا الحارس الثالث الصعد ومحمد أشرف ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبد الجواد عبد الرحمن وميدو نبيل ومصطفى ابو الخير وكريم فؤاد وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورقفة خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف القائمة واضح جدا إن الثلاثة وعشرين لزال الجهاز حريص على نفس العناصر الشابة يمكن كان فيه تفكير إنه يضم ليهم بعض العناصر الناقهة اللي خفت من الإصابات وكورونا المختلفة لكن واضح جدا إنه مستر بيتسو موسماني بيفضل ادخار وإراحة العناصر الكبيرة زي حسن الشاحات وزي طاهر محمد طاهر وزي بقية العناصر الأساسية وبرتير ومكسوني وويس كلهم بيفضل ورمي ربيعة بيفضل الجهاز لياسر إبراهيم بيفضل ادخارهم مع وليد سليمان للفترة اللي جاية الآن بيحتل المركز الرابع بنقطتين منتعادلين مع الجونة والإسماعيلي وهذه المجموعة بتصدرها الإسماعيلي باربع نقط الجونة عنده نفس الرصيد المقولين عنده ثلاث نقاط سموح الخامس برصيد نقطة والبنك الأهلي السادس بنقطة واحدة لكن الأهلي زي ما انتوا شايفين أهدافه من المشاركة في هذه البطولة مختلفة أهدافه نقطة واحدة زي؟ لحنو نقطتين طيب لا أنا بقولك البنك الأهلي لا تقولت الأهلي البنك الأهلي المران فيه جلسة جامعة كابتن سادع حفيظ مدير الكرة مع مستر بيتسو موسماني اللي منقشت كل الأمور الإدارية لترتيبات المرحلة الماضية المران انتظم فيه لويس ميك السوني لعب الفريق بعد ما ثبتت المسحة السلبية بالنسبة له عمل بيتسو موسماني محاضرة بالفيديو للعيبة قبل مباراة المقولين وخض بقية اللعيبة جانب من التدريبات الاستشفائية والتدريبات الخططية بكرة وجمعة إن شاء الله مباراة هذه الجولة الإسماعيل بيلعب مع البنك الأهلي واسموحة بيلعب مع الجونة والأهلي بيلعب مع المؤولين المجموعة الأولى لعبت فيها النهاردة ثلاث مباراة استرن كامباني مع الاتحاد السكنداري بيلعب مع المصر المصري فاز وفيوتشار فاز على المقصة قبل هذه الجولة زي ما قلتلكم البطولة الأهلي له حسابات أخرى من خلالها لكن الحقيقة يمكن النقطة المهمة اللي بتزعج الجهاز الطبي للأهلي شوية مخاطر كورونا من الرابطة الرابطة خطر شوية لسبب طبعا في ظل المصاريف الكتيرة اللي المكتب التنفيذي لربطة الأندية المحترفة بيتحملها بيتحمل كل الأعباب بما فيها التحكيم فما كانش حد مركز على موضوع كورونا مفيش إجراءات احترازية مفيش اشتراطات طبية مفيش مسحة كل الفرق بتلعب مع نفسها هنا كل الناس عندها وقت كافي لكن لعيب تلقى للخطورة أن أنت خلاص أيام وتسافر لقطر للإمارات عشان تشارك في كأس الأعلم الأندية في أي إصابات عندك مشكلة الموضوع متساب للأندية الأندية صحاب مصلحة أنها تحمل عبتهم بإجراءات سلسلة من الإجراءات المشكلة أنك أنت بتتعامل مع فيروس دائم التحور فكل ما تيجي تتقي الفيروس المتحور الجديد أي يعني سريع الانتشار مفيش بيت بمعنى مفيش بيت حوالينا القلب أبراهيم يا حبي التهاب أي ده جديد تدعيات كورونا أنها تبتدي تخش على أجهزة وعلى المعدة وعلى الرئة كان على الرئة الأول إنما دلوقتي تخش في حيطة الثانية أنت مش عارفها ربنا يلطف بينا رب والبشرية والبشرية بقى لازم تقعد كلها تصلي وتعتذر عن أخطاقها وتتقي لها شوية لأنها أهو أهو حاجة تفه جدا بربية العالم كله صحيح طيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرس النهاردة على عقد اجتماع مهم مع مدير الأكاديميات المختلفة في مختلف الألعاب القلب يرى عدد كبير من أكاديميات الألعاب الأخرى حضر كابتن محمود الخطيب هذا الاجتماع مع مدير الأكاديميات وحضر معه الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتاجي أمين السندوق والدكتور سعد شالب المدير التنفيذي والكابتن الرؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي اللي بنشاطره الأحزام في وفاة شققته للفقيدة الرحمة وللكابتن الرؤوف والأسرة خالص التعزي أنا زي ما خدتش بالي ده أنا مكلمه قبل ما يجي وما عزيتوش أعتذر والبقاء لله وإذا أسرت فيبقى لقصور المعلومات خلال الاجتماع مع مدير الأكاديميات كابتن خطيب تعرف على المقترحات اللي قدمها مديره الأكاديميات طلب منهم رفع هذه المقترحات في خلال عشر تيام عشان يتم صياغة نهضة جديدة في أداء الأكاديميات اللي النادي الآلي بينشد من وراءها تفعيل دوره في خدمة أبناء النادي لأنه غالبية الأكاديميات سواء منهم أبناء العضاء أو من خارج النادي لا لعنده دور كبير جداً في رعاية الناشق وتربيتهم التربية الرياضية اللي تليق بالنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب أيضاً أرسل خطاب إلى سيد حمد المؤدب رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي لتهنئة النادي الشقيق ومجلس إدارته وجامهيره بمناسبة مرور الزكرة 103 على تأسيس الترجي وأعرف الكابتن الخطيب عن تقديره الكامل لنادي الترجي صاحب هذا التاريخ الكبير والعريق في أداء دوره الكبير في خدمة الرياضة وكرة القدم التونسية رد نادي الترجي بدوره على رسالة الكابتن محمود الخطيب برسالة من السيد حمد المؤدب رئيس النادي عبر فيها بأحر عبارات الشكر والتأدير لمجلس إدارة الأهلي وعلى رأسه السيد محمود الخطيب ولكافة جماهير هذا النادي العرب الشقيق ده نص رسالة الترجي على التهنئة التي نشراها النادي على صفحته الرسمية على الفيسبوك بمناسبة احتفال نادينا الترجي بعيد ميلاده المية وثلاثة مما يثمن عراقة العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين كل سنة والترجي وكل الأنديال العربية الشقيقة بخير ده كان يمكن بعض الأخبار السريعة لدينا هنطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام مهم معكم أهلا بحضراتكم من جديد نتائج كاس الأمم اللي شغالة مالي متقدمة على موريتانيا 2-0 وتونس متعدلة مع جنبيا 0-0 وصيف الدين الجزيري أهدر ضربة جزاء لتونس في الشرط الأول ده حتى الآن النتائج اللي حصل بمناسبة كاس الأمم خلونا ندعو بالشفاء للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي كان المفروض حيسافر للكاميرو أن يدعم بعثة منتخب مصر ويكون موجود معهم في مباراة الأمس لكن المسحة اللي أجراها قبل السفر مباشرة أثبتت إصابته بفيروس كورونا نتمنى للوزير أشرف صبحي كل الشفاء وسرعة وتمام الشفاء إن شاء الله تعالى اللجنة الرنبية كمان كانت طلعت بيان تمنت فيه للدكتور أشرف صبحي تمام الشفاء وكل الأندية بتدعو لسيد الوزير بالشفاء العاجل بإذن الله بمناسبة الموقف في المسندة الرسمية باشواندس السنغال اللي صعدت أول المجموعة ضربت المسل واتحادها الوطني ضرب المسل يا سادة الجبلية إزاي يتم مسندة اللعاب الوطنيين حتى في مشاكلهم الخارجية بابي جاي ده لاعب سنغالي بيلعب انتقل عنده قضية كانت قضية انتقالات من 14 يناير الجاري أعلن الاتحاد الدولي إيقافه كجزء من تحيات في الشكوى اللي قدمها نادي ووتفورد الإنجليزي بعد ما أعلن النادي التعاقد معه كان في 29 إبريل 2020 في صفقة انتقال خره وبعد كده ثبت أنه في نادي لووفر الفرنسي كان عنده مشكلة مع اللاعب انتهت المسألة إلى إيقاف اللاعب اللي أعلن في 14 يونيو 2020 انضمامه إلى ووتفورد ويلغاء عقده مع الفريق بسبب خداع من وكيل أعماله هذه القصة خلت اللاعب يتوقف فيتحرم منه منتخب بلده السنغال فضلت سكتة قالت ان احنا عندنا كتير قالت انه كفاية منيوة زملاء ويسدوا لا فضل للاتحاد السنغالي مساعد اللاعب بتاعه وصلها للمحكمة الرياضية الدولية واشتكى في الفيفا إلى أن تم إصدار عقوبات من الفيفا تتمثل في إيقاف اللاعب أربع شهور عن اللاعب بجانب إيقاف نادي مارسيليا فترتين من الانتقالات دفع تعويض مالي لصالح ووتفورد قدره 2.5 مليون يوري بابي جاي ومارسيليا قدموا استينافة على الحكم 17 يناير الجاري أصدرت المحكمة الدولية الكاس قرارا بتعليق عقوبة الفيفا بصوا بقى مضاع حق وراءه مطالب جدع مطالب جاد مطالب بيحمحوا أولاده والسماح للعب بالمشاركة حتى يتم الانتهاء من التحقيق للتحاد السنغالي المنتصر أصدر بيان يؤكد فيه أن اللاعب أصبح متاحا للمشاركة في كأس الأمم وبالفعل شارك بابي جاي في مباراة المنتخب السنغالي ضد ملاوي أمس الأول في كأس الأمم الأفريقية طبعا القضية ما كانش هيعنى بها الاتحاد السنغالي إلا لأنه لعب دولي هم محتاجوا فهو كان بدفعا حق لعبه الدولي فيه أنه شارك في كأس الأمم لكن أنا عجبني العنوان اللي فيه تلقيحة بتاعك ده بابي جاي فينك يا هندسة؟ فينك يا هندسة؟ إيه بقى؟ المهندس هنا بوريدة والمهندس أحمد مجاهد ولو عايز تخلي الأستاذ جمال علام مهندس يبقى مهندس طب هزي كل القائمين على الاتحاد الوطني المصري أنتوا فين من المطلب المشروع للنادي الأهلي؟ اللي مش بابا جاي؟ لا ده كل الناس جاية ده تسع الععيبة موجودين الله يكون فعون بيتس موسيماني أنتم متخيلين أن الرجل ده دلوقتي بيفكر بيخطة يلعب بمين؟ أنتم متخيلين أنه مقدم على بطولة عالم ما يعرفش مين العناصر اللي هتشارك خططه وأفكار وترتباته مرهونة بأقدام الآخرين ما هوش عارف قاله ديانج ده هيجي ولا مش هيجي علي معلول هيجي ولا مش هيجي حتى لو جاي مصابين ولا لا لعب المنتخب المصر الستة هيجوا ولا لا واللي هيجي على رأي المهندس عادلة هيجوا مصابين ولا سلام أنتم متخيلين أنه مدرب بيجاهز ورقه لبطولة كاس العالم معمولة على جناح يا ماما طايرة محدش عارفها تنزل فين لكن تشوفوا الاتحاد السنغالي اللي قاوم وكافح بقوة في مساندة اللاعب بتاعه لغاية لما استعادوا وشارك معاه في البطولة هو ده المواقف اللي الاتحادات الوطنية بتخدها بشكل مسؤول ما تسلمش دافع عن حقك وشوف هتوصل لإيه ويكفيك خلاص عملت اللي عليك انتهت صحيح إنما إنك توقف تتفرج لا ما هنقول لك بتتفرج لإيه ده كان كلام على صعيد هذه الأزمة لكن يبقى دائما وأبدا ضربة البداية مع مقالي ومقاله حق الصحافة وصحافة الحق بيتس موسيماني وهي الحقيقة بقت قضية الصحافة قضية مهمة جدا قضية مهمة في ظل تنامي الميديا ومراسل الميديا والقنوات والبرامج والمواقع الإلكترونية والصحف والإزاعات ما شاء الله بقت الوساطة الإعلامية بتاعتنا كتير قوي لكن بقت قضية علاقة الصحافة بالمصادر الرياضية قضية على المحك شوية وهنا خلوني أقول لكم بمنتهى الوضوح أنا مساند وداعم لكل الزملاء في حقوقهم إن هم يقدوا عملهم في بيئة مناسبة كتير من الأخطاء اللي بتحصل ممكن يكون مسؤول عنها بعض الزملاء بالذات منقص الخبرة شوية لكن كمان ليهم الحق إن الأمور تترتب أحسن من كده لما نلاقي مستر بيتسو مسماني رجل خارج من الملعب فحد بيوصف إنه مراسل حتى الآن لحد عارف ده مراسل لبرامج والقناة والصحيفة أو مصور موجود في أرض الملعب تخيلوا إنه ماشي وراه يقول أعرف تونس متأخرة بهدف اتأخرت بهدف تخيلوا إنه الراجل ده يمشي وراه بيتسو مسماني ويقول له كهرباء عمل أسست آه إيه رأيك هو فيه كلام تلقيح في إغازة الراجل هو خارج في الأول قال له وقعدين جاي ووقف قدامه كهرباء لا ده واحد جاي يعني يستفزه يستفزه طبعا مفهومة جدا يعني واضحة جدا وللأسف الشديد أنا مش قادر أفهم البيان اللي طلع من جمعية المرسلين بدل ما تحاسب الراجل بتاعك على عدم مهنيته هو أنت دورك وانت في الملعب تلاحق الأجهزة الفنية وإلا عيبة عشان تستفزه وتغلطها وبعدين الكتب بقى يقول لك خد وكسر التليفون في حين أن الشهود الوقعة قالوا خد التليفون ده للأمن شوفوا من حيث المبدأ أنا مش موافق على تصرف بيتس موسيماني أنا مش موافق على أنه ياخد الموبايل من إيد المراسل ده تصرف خاطئ مية في المية بس أنت بتتصرف غلط بناء على الغلط ما هو من حقه هو أنت يا أستاذ براهيم من حقه معليش أشخاص من حقه أنه يخرج آمن لأنه في حدود منظمة في حدود منظمة أنت كصحفي أو كمراسل وده مؤتمر صحفي بتسأله سؤال لو أنت عايز تسأل سؤال لبيتس موسيماني عن المباراة عن المباراة لأن المؤتمر الصحفي خاص بالمباراة اتفضل ادخل قاعة المؤتمر الصحفي يوجه للرجل السؤال اللي أنت عايزه بمنتهى الوضوح أو لو أنت مراسل زي ما بيحصل سدعي للزون أريا وعمل معالها سريعا المفروض بقى ده كويس أن القضية دي بتصار في الجزئية دي هو تنظيم العلاقة بين حق الصحفي في العمل وحق المصدر في الراحة بتنظمها المباراة الكبيرة في الميكس تزون الميكس تزون الطريق المؤدي إلى غرف الملابس اللي خارج من الملعب داخل على قوة اللبس دي منطية ميكس تزون بيقف فيها الزمل المراسلين والصحفيين اللي عايز يسأل سؤال بكلمة للاعب أو لمدرب وهو ماشى حتى أحياناً بيجاوب عليه بكلمة وممكن ما يجاوبش لكن ده الطريق المؤدي في الميكس تزون للمؤتمر الصحفي عايز تسأل عايز تتكلم عايز تطرح أسئلة خاصة بالمباراة تاني يكون في المؤتمر الصحفي لكن إن فيه واحد يلاحق بيت سموسماني عايز يغيزه وعايز يدايقه وعايز يقول له كهربا عمل أسست إيه رأيك بهدف الإغازة ده كلام ملوش علاقة بالمهنة على الإطلاق زي ما قلتلكم على المستوى الإنساني والمستوى الشخصي أنا مش متفق أبداً مع بيت سموسماني أن ياخد الموبايل من يد الراجل ده كلام غلط بس هو وصلوا لدرجة أنه ينفعلوا الدايق فده خطأ نتيجة خطأ زي بالضبط حتى بالنسبة لحقوق الزملاء في المؤتمر الصحفي الثاني يوم وكأنها بقت سهلة بقى في العلاقة المتوترة كارترون مدرب الزمالك الرجل بيسأله سؤال يقول له هو أنت معاك رخص التدريب عشان تسألي لا ما هو الصحفي مش محتاج ياخد رخص التدريب وإيه اللي يروح يشتغل مدرب هو محدش يعلق على دي بيتش هو العمل منتهى التهكب منه على حق الزميل في السؤال صحيح فيه أسئلة غير جدة وصحيح أن فيه ناس بتطرح وجهات نظرها وصحيح أن فيه ناس بتطرح رغباتها كمشجعين أكتر منه كمهنيين لكن ما علينا في النهاية على المصدر سواء كان مدرب أو إداري أنه يعرف أنه من حق الصحفي أن يسأل ما يشاء مدام الأمر في حدود المباراة وحدود الحدث اللي المؤتمر منعقد علشانه إنما هنعلم الناس تشتغل إزاي وتسأل إزاي ده مش من حق أي مدرب تقدر تجاوب بلا نوكومنت لا تعليق وده في حد ذاته إجابة أستاذ إبراهيم هي الحرية من الطرف واحد في اتجاه واحد لا ما نبقى تقول استنى بس عشان أنا أصل الموضوع ده بيستفزيني في موضوع استخدام الحريات كل واحد بياخدها الحق حبيبي عندما تتجاوز حدود المهنة تقدر حقك في التعامل إيه تتجاوز بقى إنك تسألني حاجة برا الموضوع برا المباراة لا يبقى من حق أجاوبك بالطريقة اللي تعجبني من حقه ما يجاوبش من حقه ما يجاوبش لأ ومن حقه برضو زي أنت جاي تستأل أنت كده بتعتدي على حقي وجايت تستفزيني من حقه دي لك كلمتين لو أنت راجل ملتزم في حدود مهنتك ومسؤوليتك والظرف اللي إحنا مجتمعين عليه عشان نجاوب لازم أجاوبك ولازم أجاوبك وديك احترامك بالكامل لكن جاي عشان تستفزيني لأ انتفت العلاقة أهدرت حقك ما لكش حقوق عندي هو عتقولي يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم إحنا هنا في الإعلام أنا بتكلم بقى لو أنا راجل بتعامل مع مصدر وأنا عارف أن أنا بضغط عليه عشان يغلط لأنه عارفه مسأل عصبي ماذا بغلطه بظهر أسوأ ما فيه هذه مسألة غير عادلة أنك تضغط على واحدة باين أسوأ ما فيه مسألة غير عادلة وأنت محمي بأنك أنت إيه في اللي يجب لما واحد يحط لي تليفون في وشي لا لا ده دي عدة حدود المعنى أعمله كده ما تقوليش بقى أعمله كده أضرب إيده أنا عارف هو بيحط لي إيه أنا عارف هو بيعمل معي إيه وأنا كمان شفت الزميل هاني حتحوت الحياة لما تعرض لها بيقولك هو من حقه يسأل أو من حقه يسأل في المكان الصح لو ما يسألش في كهرابة والسؤال الصح اللي هو خاص بالحدث خاص بالمباراة لكن هتحاسبنا على الكهرابة اللي في الدور التركي ده مش مؤتمر صحفي عام لو مؤتمر صحفي عام وبعدين يطلعوا بقى بالحق الناس تسأل عن كل الغضايا المتعلقة لكن ده مؤتمر صحفي بالمباراة فقط ويطلع البهوات دول اللي محتجين لا ده الراجل بتاع جمعية المراسلين اللي عامل بيانة أنا ممكن يجيب لكم فيديوهات وهو بيهلل الانتصار الزمالك ده كلام مالوش علاقة بالمهنة على المتباق نبارك لك مقدمة ده كلام مالوش أي علاقة بالمهنة وضوابطها وحواها إذن مسألة واضحة أنت بتزوء الناس مأملاش دعوة ما تجيش إحنا زيما هم مبشر اللي انت بتسأله ده بشر مش مفروض يعني أحيانا المداربين بيتكلموا بتعالي أنا ضد هذا الكلام أحيانا يضيقوا بأسئلة ليه علاقة اللي انت هتكتبه بكرة في الماتش في الموضوع في التسعين دقيقة دي لكن كل مرة حتقابلني تعتبر انك بتعمل معايا انترفيو بنقص تقولي بتحب تأكل ايه بتشرب ايه بتقدي وقت فراغك فين ما حاجات مالاش دعوة بالماتش يا جماعة المؤتمر الصحفي يا زمل المؤتمر الصحفي خاص بالمباراة اي مباراة فالأسئلة تكون في حدودها وإطارها علشان اي مدرب لما يخرج عن الأطريق هو السبب والغلطان لكن في الحدث وفي المباراة كل الزمل من حقهم توجيه الأسئلة اللي يرغبوا فيها عن المباراة زميل وهو بيؤدي الوجب بالطريقة دي احنا طبعا طبعا فنحترم حقوقنا عشان نطالب بيها الصديق العزيز الزميل عز الدين الكلوة هو واحد من أبناء المهنة الكبار اللي له باع طويلة في مثل هذه الممارسات كان سأله الأستاذ هاني حتحوت عما جرى نشوف رأي عز الدين الكلوة اللي عمل السيست مبارح في أول مشاركة لي معها تاي سبور فكان رد فعل انفعالي شديد من موسيماني بأنه خد الموبايل من الصحفي والدال لرجل أمن في الأستاذ شفت إزاي المشهد حول حاجة حاجة أنا طبعا كصحفي بتحيز للصحفيين لكن كمان في المهنة لها الامج بتاعها والبريستيج بتاعها والإثيكس بتاعيتها فأنا أعتب على زميل الصحفي أنه راح للراجل بعد مباراة كان فيها شد عصبي وكان فيها خوف وكان فيها ألأ وكان فيها مشاكل كبيرة عايش فيها المدرب ده خلينا بصرف النظر أنه هو مش واخد مكانته على إنجازات الحقاءة فترة قصيرة هو المدرب ده صاحب أكبر مشاكل يمكن في العالم في الفترة دي طبعا الصحفي غلط في ايه؟ نمرت واحد مش ده المكان المزبوط أنه يروح يقابل فيه المدرب على قط الملعب وهو خارج مدرب منفعل مش مركز مش مجمع يعني أعصابه وتركيزه فيه مدير كورا ممكن يستأذن منه فيه مترجم وأنا أعتبره يعني ميديا أوفيسر زي منه عمرو محب صحفي الكبير وهو مترجم كمان لمسيماني فممكن يروح ينصق أو يستأذن منه عشان تبقى المسألة مرتبة عشان يحافظ على الإمش بتاعته لكن كمان الخطأ موجود من الزميل في أنه ما قدرش الموقف وده كلام بقى في المهنة صحفي المحترم لا كان يقول قول الحق لسان الحق بطريقة مهنية حتى أحيانا الأستاذ هاني حتحوت يسعى الأسئلة بهدف أنه يتلقى إجابات من ناحية المهنية أنا مع السؤال يعني مش هفصره هو بيقول له طب الصحفي غلت في إيه غلت في الكلام اللي إحنا بنقول لده المكان ولا ده السؤال ولا ده الطريقة ولا ده الموضوع أنا بقول له الثلاثة دول مش موجودين يبقى أنت جايلي لسبب رابع من حق أعمل معاك أي حاجة ليه بقى أنا ما أنت عش عارف ممكن تكون جاء تعتدي علي شرفنك مش جاء تزقيني يا أستاذ إبراهيم ما تديش فرصة للناس لتتلكك يعني أنا ما حبش أشوف أنا بقى ما حبش أشوف نقطة الضعف يعني موسماني نصيحتي بقى خلي بالك لأن الناس بتخشت تدايقك دلوقتي في الأول ما كانش كده لكن أعرف أنك بتتدايق حيبتدوا يدايقوك حيطلع عصم فيك حتتظلم لأنك أنت ويجوز عصبية موسماني في الفترة الأخرانية أن الحقيقة الكل دايس عليه ده مش مش طريق التعامل مع راجل محقق نجاحات نجاحات العالم كله يتحدث عنها وإحنا وشايفينها ولوه مشروع ولوه سياسات ولوه هدف حتى في الربطة هو هو أنت بيعمل حاجة الناس شايفها وشايف أنه دي نتيجة مقبولة منه وأنه كواس أنه هو عمل كده عشان نعرف أنه عندنا المستويات دي ونعرف نهيئها الراجل عنده مشاكل مش عارف يروح بفرقته زي كاس العالم الأندية الراجل عنده أصابات مستغرب لها أصابات لا تحدث لأي فريق يمكن على مستوى العالم كل المشاكل دي من حقه تخليه شوية متوتر ما جيش أنا بقى أصطاده وهو متوتر عشان على رأي الأستاذ قاس الدين كلاوي وهو بيقول كده أنا عندي التوترات وعنده انفعلاتي أنت ما تجيش استفزيني ومش بتستفزيني في حقك لو أنا وقف في الزود ولا في وقت ولا في مكانه وبقوله علاق لي على المباراة النهاردة وإيه اللي اختفتوا منها وتصرف معايا كده لا يبقى غلطان 100% لكن ماشي ورايا فسيب ومد يروح جاي قدام وحطط له التليفون بالطريقة دي فوقشه يعني إيه المطلوب طيب بمنازمة كاس الأمم انتهت المباراتين مالي كسبت موريتانيا 2-0 وصعدت مالي أول المجموعة بسبع نقاط عشان تلاعب غينيا الاستوائية تونس خسرت من جنبيا 1-0 عشان تونس تطلع الثالث جنبيا بقت سبع نقاط في المركز الثاني هتلاعب غينيا لكن تونس هتلاعب نيجيريا تونس مع نيجيريا تونس ثلاث نقاط هتواجه نيجيريا وجنبيا سبع نقاط ودي واحدة من القوى الجديدة الحقيقة لأنه كاس الأمم الحالية أفرزت قوى كروية أفريقية جديدة احنا الأول مرة نشوف جزر القمر نشوف غينيا بيساو نشوف جنبيا نشوف الرأس الأخضر على مستوى الممارسة القوية بينما وديه المفاجأة الكبيرة حامل اللقب الجزائر يودع البطولة بنقطة بعد من خسر أربعة وغانا خرج بنقطة غانا النجوم السوداء تسقطها جزر القمر أو الرأس الأخضر جزر القمر أسقطت غانا فتخرج الست دول الجزائر التمانية الجزائر وغانا وأسيوبيا والسودان وغينيا بيساو وسيراليون وخرجت كمان زنبابوي وموريتانيا دي المنتخبات اللي ودعت البطولة من الدور الأول دخلت دخلت تالت دخلت تالت وهتلعب نيجيريا دي كانت الأحداث المهمة جدا لكن المهندس عدلي قال أن موسيماني متوتر الفترة اللي فاتت وكفايا اللي هو فيه ومش عارف يروح كاس العالم زي وناس كتيرة ديسة عليه لكن تخيلوا أنه يأتي الإنصاف منين نشوف ما فيه الغربال موسيماني ونيويورك تايمز فضلوا نعمة شوفوا بقى لما الإنصاف لبيتسو موسيماني ومسيرته مع الأهل وتجربته يجي له الإنصاف من واحدة من أهم الصحف الأمريكية والعالمية من نيويورك تايمز نيويورك تايمز تعمل حوار مع بيتسو موسيماني لكن أهم ما فيه في عنوانه أنه لا يصدق أبداً أنه واحد واخد كاسل بطولة قرية مرتين في 8 شهور ومحدش واخد باله منه وكان الكلام موجه للفيفا وإنه إزاي في حفل زابست لم يتم الاهتمام بإنجاز النادي الآلي وبيتسو موسيماني على الصعيد القر الكبير مش بس في تجاهل هذه الإنجازات ده في تجاهل حتى دعوته يعني راجل واخد الأفضل في أفريقيا أو يعني من المتصدرين بإنجازاته ويعني تجربة تستحق التوقف كما فعلت نيويورك تايمز أنا عاجك تقرأي الأول الحقيقة جمعة نيويورك تايمز عشان ناس تبقى عارفة بس القيمة واحدة من أهم الصحف الأمريكية اللي صدر في القرنة 19 تقريباً 1850 تقريباً أو حاجة وتسعين فإحنا بديتكلم على حاجة صحيفة عريقة جداً من كبريات الصحف العالمية ذات التأثير العالمي الكبير لما تهتم بتجربة مدرب الآلي وتجري معه هذا الحوار المهم نلاقي الزميل الكبير العزيز الأستاذ حامد عز الدين يستعيد فورموت الترجمة عنده ويترجم هذا الحوار المهم من نيويورك تايمز لمجلة الآلي اللي صدر النهاردة بهذه الترجمة يمكن في صفحتي الدبل عن بيتسو موسيماني والنيورك تايمز وكيف جاءت للمدرب الجنوب الأفريقي شهادة الانصاف الكبيرة شهادة الانصاف الكبيرة من نيويورك تايمز قالت نيويورك تايمز أنه يبدو الأمر كما لو أنه لا يعني نفس القدر موسيماني بيقولوله بقى علق موسيماني في حواره مع نيويورك تايمز الأمريكية عن سبب ابتعاده وابتعاد الكثير من المدربين الذين يحققون نتائج جيدة عن جوائز الأفضل في العالم وقال ليست أفريقيا وحدها التي يتم تجاهلها يبدو الأمر كما لو أنه لا يعني بنفس القدر عندما تفوز بالبطولات التي لا تدر أكبر قدر من المال والتي لا تحظى بأكبر عدد من المتابعين وعن تعيينه كمدير فني للنادي الآلي في تجربة جديدة كانت في أكتوبر عشرين عشرين قال بيتس موسماني كانت الإدارة تريد مدربا يعرف قارة أفريقيا جيدا وخصوصا بطول الدور أبطال أفريقيا وهزم الفرقة التي احتاجوا إلى هزيمتها كان هناك استقبال كبير عند وصولي إلى القاهرة عندها فقط أدركت حجم المهمة الصعبة التي تنتظرني في الأهلي لا أعرف ما إذا كان هناك ناد آخر في العالم غير الأهلي عليه الفوز بكل شيء مثل الأهلي هذه يعني مشاكله اعتقدت أن جماهير جنوب أفريقيا تحب كرة القدم لكنهم في الحقيقة لا يحبونها بقدر ما يحبها المصريون أكثر شعب يحب كرة القدم رأيته وقال في تصرحاته قبل تدريب الأهلي كان هناك أشخاص قد سألوني إذا كنت أرغب في تدريب أكبر فريق في أفريقيا والأكبر في الشرق الأوسط وهذا أمر طبيعي لأن القرى الأفريقية مليئة بالمدربين الأجانب والفريق كان يدربه المصريون وأيضا الأجانب الأوروبيون أو من أمريكا الجنوبية واستمر بيتسو موسيماني لنيويورك تايمز لكن عندما تكون الإمكانات متساوية ولدى الفريقين نفس قوة اللاعبين فإننا نتغلب عليهم لذا ربما يمكننا الحصول على مهمة لتدريب فريق في الدور الأمريكي أو أعلى من ذلك إذا كانت المسألة بالأحلام وقال بيتسو موسيماني لكن التدريب في أوروبا ما زال حلما بعيدا للمدربين أصحاب البشر الصوداء ما بالك بالأفرقة لقد تحدثت مع لعبين سابقين ومميزين لكنهم يشعرون بأنهم محرومين أو محرومون من تلك الميزة ولا توجد فرص متاحة بسهولة عكس نظائرهم أصحاب البشر البيضاء هذه هي الحقيقة كما يقول بيتسو موسيماني لنيويورك تايمز عن طموحاته مع الأهل بعد فوزه بدور أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي مرتين قال قبل المشاركة في كأس العالم للأنداء للمرة الثانية ورغبته في حظ اللقب العالمي لم تتبقى أي بطولة قرية في أفريقيا لم نفز بها وعن وجهاته المحتملة بعد انتهاء عقده مع الأهل قال بيتسو موسيماني ربما لن يكون توقيتا مناسبا لتدريب جنوب أفريقيا ولكن ربما تكون هناك السنغال نيجيريا كودفار أو منتخب مصر هذه هي المنتخبات القوية المعروفة في القارة شوف خلاص الرجل ده واضح أن طموحاته معالمية ودي الشخصيات اللي بتجر نفسها وتجر فرقها لمناطق أبعد باستمرار وطموحه متجدد وده شيء كويس جدا لكن إحنا تقييمنا للأسف أستاذ إبراهيم بيتم على مدى تطابق ما يفعله المدرب مع ما نراه نحن يعني دائما تقييمنا أن المدرب مش بيعمل اللي إحنا عايزينه فيبقى هو غلطان على الرغم أنه في مكان ربما لو إحنا بالله إحنا عايزينه ده مكانه ربما إنه بقاش عايزينه الكلام ده إتفاهم قصدي أي هذا كلام يعني أولا هو بيحاول إبني فرقة وكل ما يجيب حد طموحه بيزيد عايز لأكواليتي أعلى بيعمل أب جريد بيطور في اختياراته يعني اختياراته كلها الأدام أي ما ممكن الناس تقوله أنت كل سنة تلبسنا في حد وبعدين ترجع تجرب غيره ما أنت بتجيب بشر اللي حينجح بشخصيته وكفاءته مع نادي الأهلي حيكمل أي أنا لنا يعني شايف أن بيطور موسيماني فوق النقط ولا شايفه يعني خد العلامة الكاملة من ناحية الفنية ما زالت هناك يعني حاجة واحدة بس لو عملها هيتحط في حتة محدش غير هيتحط فيه عندما يتصق الأداء مع النتائج مع الأهداف مع الأهداف الأداء مع النتائج مع الأهداف هو بيحقق الأهداف أي اللي هي الأصعب من خلال وسائل لا تتطفق مع رؤيتنا ومن خلال أداء متفاوت حتى في المباراة الواحدة ولكن في النهاية ما فيش مرة الأهل يحقق نتيجة إلا بالجدارة يعني تعالي هو بيش موسيماني لما جنة كسب مين سان داونز الوداد رايح جاي الترجي الزمالك الرجاء نهد بركان كسب كل الفرق دي كسبها مش يتعادل معها كسبها فالحقيقة ما هوش عشوائي ما هوش راجل لا تقولي محظوظ محظوظ إيه ده هو لو محظوظ كان خد الدور السنة اللي فاتت صحيح هو لو محظوظ ما يتعملش في النادي الأهلي اللي يتعمل فيه زي ما حصل السنة اللي فاتت وحتى السنة دي يعني من إيه اللي تحظوا إن الشعور العام سواء من قائمين على إدارة كرة القادم أو حتى بعض الإعلامين مش معاه مستكترين عليه الكلام ده ومستكترين على الأهلي يعني هو برضو زي ما هو بيستمتع أنه بيمرن في أقوى نادي في أفريقيا وربما في الشرق أوسط وصاحب الإمكانات والطموحات وعنده أكبر جمهور لكن في ذات الوقت هو بيتحمل مع النادي الأهلي إن فيه قطاع من الناس مستكتر على أهلي الكلام ده بعضهم مسؤول بعضهم في الإعلام نصيحة له خلي ثقتك في نفسك وفي الناديك وده الأهم أنا أذكر كابتن صالح في توقيت ما كان الشيخ طهب يمرن ويعني الجمهور معاني الشيخ طهب أكسب لنا الدوري سنات لكن فيه جماهير كده تفضل تفضل تنتقده بس والجمهور كان بيروح البيوت بقى يهل تحت اللي بتاع عملها مع كابتن أنور سلامة فقالهم يا جماعة شوفوك أنتوا تحسبوني على علاقة بكم ثقة فيكم مطلقة لكن أنا ما قدرش أعمل حاجة برا هذا الإطار طيب الإنصاف لما يأتي لبيتش موسماني من نيويورك تايمز يهتم بكده الكاتب الصحفي الموسوعي الكبير الأساس حامد عز الدين ويترجم هذا الحوار مساء الخير يا أستاذ حامد مساء الفل يا أبا خليل ومساء الفل على أيقونة عشق الأهل المتحركة أطال الله في عمره صديقي الحبيب المهندس عبد القياعي دايما أنت كده تغتص تغتص وتروح تتحفن بحاجة كده على مستوى علامي زي مقالة نيويورك تايمز ويعني لازم نشكرك أنك أنت اهتميت أنك تترجمها ونشكرك أكتر لما نفهم تعليقك عليها وخرجت منها بإيه الحقيقة يعني أنا طبعا أنا راجل بتابع الإعلام الدولي بشكل يومي عندما أجد خبر طيب فيه جريدة بحجم نيويورك تايمز وأنتم تعلمون ما هي نيويورك تايمز طبقا لكل مخييس الصحافة الدولية مخصص صفحة كاملة والحوار بعت واحد من أهم صحفيين رياضيين عشان يجري مع بيس ومسيماني فكان لابد أن أهتم خصوصا أني قبلها يعني قبل ما أقرأ هو الحوار روشري يوم 16 أنا شفت 17 الصبح كنت الرياضية طولة اسمها كأس الرابطة وهو ما عندهش لعيبة لعيبة المحترفين بتوع تسعة منهم موجودين في الكاميرون ولعيبة مصابة بالأوميكرون فدهز في وقت خياسي فريخ متكامل قدم لنا ما يثلي استدور بأداء رجولي من شباب يعني لا يقل لا تقل سعادتي به عن ذلك الفريق الشاب الذي لعب ذات يوم عندما استدعي فجأة أمام المنافس الشقيق نادي الزمالك في بطولة كأس مصر وكان الحكم الألماني الذي أدار المباراة ينظر إلى وجوه لعيبه شباب الأهلي وينظر إلى لعيب الزمالك فيشعر بالارتباك الفريق الذي شكله المسلماني من مجموعة من لعبه مواليد 2004 لغاية 2002 وقدموا لنا عروض جيدة فيها كل سمات الأداء الأهلاوي فأفاجأ بالكابتن العزيز محمد صدر بيفتتح ندوة الهجوم على الرجل وقال كيف يخرج فيها الطارق في الدقيقة 65 من المباراة وكأن يتهم الراجل بينهم بيحب يكره كمان في النشيين الراجل كل الناس كنت بتشيط به وهو أراد أن يحتفي به أكتر بأنه يمنحه بعض الرحب 65 ويشوف غيره يعني عنده أسبابه المسألة لا تحتمل النقد ده ناشي أصغر اللعب في الملعب أما بيريحه ما يستحقش الهجوم يعني فالمشكلة أنه مؤخدنا إلى حديث الحقيقة يعني كوميدي إلى حد كبير أنه الراجل بتقال أنه كل اللي بيعمله أنه بياخد بطولات أنا بيتقعد بالنفس أنا بتقف بناقية الواحدي بس باتفرج على اللي بيتقال ده وأن يقول الكابتن محمد فضل فهو طبعا ابننا وكل حاجة بس منفعل شوية ومش ياخد باله من هو بيقوله صراحة لكن أنا صديقي العزيز و على مدى سنوات طويلة الدكتور طه أولا هو من الذين استشيروا وأشاروا بسعادة قبل أن يأتي المتسو المتسلماني مديرا فنيا للأهلي وأشاد بصحة القرار والتوقيت الرائع اللي تأخذ فيه القرار والرجل لم يكن أقل مطلقا من التوقعات راجل أخذ أخذ يعني في ثمان شهور بطولتي أبطال إفريقيا أخذ اتنين كاس سوبر الراجل راجل كارزمة عالية جدا جدا و كان بالنسبة للنادي الأهلي لو بفضل أن العالم بدأ كيف أن أكبر فريق في أفريقيا وفي الشرق الأوسط يبادر بأن يكون إفريقي على رأس جهاز الفني في هذا التوقيع فأنا بقيت عايزة يعني حكت بالمقال بتاعي من جلد الأهلي أحكي فيه عن الكلام ده وأقول مبررات موقفي و مبررات اندهاشي العجيب من ذلك الهجوم رغم أن الشيخ طه في فترة بفترات قال بس إحنا عصلا في استوديو التحليل والمفروض بنتكلم على الماتش والقال كان جدا الفريق الشاب ده بيلعب فريق الجونال محسرم جدا بيخامل نجومه وبيعمل تعادل بأداء رائع محدش تكلم على الموضوع ده طب إذا كان استوديو تحليل المفروض أنه هو القدم بيتفرغ تماما بقيادة من يديده الستوديو لهجوم على الرجل إذن ده كأنه حاملة موجبها ضد رجل لم يخطئ حق أحد الحقيقة ففجأت بأن اللي بيغنيني عن الرد أنه هذا العنوان العظيم والمساحة الضخمة جدا التي أفرادتها صحيفة بحاجة من نيويورك تايمز للتساؤل والدفاع والدفاع وهي النيويورك تايمز عن كيف أن هذا المسلمان بعد إنجازه الرائع جدا اللي غير مسبوق واحد بياخد في ثمان شهور ثمان شهور بطولتين بطولتين قريتين لأبطال الدوري الإفريق واتنين سوبر وما يطلعش يظن حتى القيمة بتاعت السبع مرشحين لنيل أفضل مدرب في كرة القدم طبعا طبعا أنت معي أستاذ حامد في الجزئية دي أنه حاسس بالمرارة نتيجة وجود هذه العنصرية طبعا هو اللي الناس مش فهمها في الشخصية هذا الرجل هو أنه واحد من هؤلاء الذين عانوا من في جنوب أفريقيا طبعا من أصعب من أصعب تمييز عنصري في التاريخ في التاريخ ضد أهل جنوب أفريقيا السود اللي كان بيقود فيه النضال العظيم الرائع مندلة نيلسون مندلة اللي قضى 27 سنة في السجن ثم عاد لكي يحقق المصالحة الكبرى وده له موضوع آخر ممكن نتحدث لا ده هو بعد غندي القلبين دقوا بين أهل جنوب إفريقيا فالرجل كان من هؤلاء اللي كانوا في جنوب إفريقيا الوقت التمييز العنصري البيض لا يلعبون كرة الخدم لأنها هي لعبة السود ولعبة بتوع مناطق الصفيح في جنوب إفريقيا وكان موسيباني واحد من هؤلاء ولهذا الموضوع ده بالنسباله يعني خضية أساسية قضية رفض التنهيز العنصري وعشان كده كان واضح هو بيقول يبدو أنه كان مهم جدا وانت بتهم الإنجازات أن يكون لونك أبيض راجل وهو يتحدث عن النادي الأهم 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 الأكبر في الشرق الأوسط وبدأ يتكلم كيف أن هذا نادي يملكه جمهورا ليس كمثله جمهور في الدنيا وإزاي الناس استقبلوا بالألاف لحظة وصوله ومطار القاهرة إزاي بيجي الجمهور الأهلي في كل مكان حتى أنه قال أنا كنت أظن أنه الجنوب أفريخيين في جنوب أفريخي هم أكتر ماك بتشجع فلاقيت لا في جمهور مختلف اسمه وجمهور النادي الأهلي وشايف أنه كانت بالنسباله يعني نقلة كبيرة جدا لم يكن يحلم بها لأنه كانت داخله أنه النادي الأهلي كان يقيد من أوروبا ومن أمريكا اللاتينية مدربي فمعنى أن يختاره هو اللي تولي هذه المهمة فذلك أمر يسعده لقيمة النادي الأهلي ولقيمة القرار أنه الأهلي لم يفكر كثيرا وهو ينتدم ننوب إفريخي ومش أوروبي ومش أمريكي لاتيني لكي يكون على رأس جهازه الفني تعيش وتمتعنا يا أيقونة الإعلام الدولي ودايما نحن نشكر نيورك تايمز الحياة اللي سمعتنا صوتك لا ودايما هو نفذتنا إلى الإعلام العالمي صحيح ربنا ربنا يخليك يا رب وأنت بتقدمه واحد من الأهم البرامج الرياضية التي تعلم الناس كيف يكون الكلام في الأمور الرياضية وغير الرياضية وهذه هي ثبات الأعلام الأهلاوي دوما شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين أعتقد متعنا بهذه الترجمة المهمة جدا لهذا الحوار المهم اللي أجرته نيورك تايمز الأمريكية مع بيتسو موسماني متحدثا عن الأهل وإنجازه بالفوز بدور أبطال أفريقيا مرتين في ثمان شهور دون أن يلقى هذا الإنجاز التقديري الكافي من الاتحاد الدولي على الأقل في اختياره ضمن المدربين المتميزين هذا العام واثنين سوبر أربعة بطولات أفريقية لا أنا ما بعددلوش دهشة الأمريكان في الحجوز هو عنده يعني مش بطلطات هو معظم أربعة بطولات أفريقية في ثمان شهور دي لكن أنا عايز بس أعلق عشان هو لساس حامد بزكاء لمس نقطة مهمة جدا كيف أن أصحاب البشرة السمراء في جنوب أفريقيا يعني خلوا العالم كله من كتر البش والظلم اللي شافوه يتضمن معاه يعني لما يحصل انسحاب لخمسة وثلاثين دولة في دورة موطريال الأولمبية منهم مصر علشان سمح لجنوب أفريقيا المتحيز عنصريا بالمشاركة في البطولة الأولمبية إذن هذه الرؤية العالمية لما كان يحدث من بشاعة في تجربة عنصريها الأسوأ على مستوى العالم أفرزت واحد زي مندلة مندلة جماعة السبعة وعشرين سنة في السجن وسجنه كان في وسط البحر في جزيرة في وسط البحر عشان يضمن ما حد يقدر يهرب ولا يعرف يهرب ولكن اتسجل ليه لأنه كان رمزا لنضال للمواجهة العنصرية ولما خرج من السجن احترمه العالم كما لم يحترم أحد قبله سوى غندي اللي استطاعني واحد اللي هند بكل لغتها وأديانها وتعددية اللي عندها بناجي جديد اللي هو المقاومة السلمية مندلة هو غندي أفريقيا هو غندي البشر الصمراء فلما يطلع موسيماني في هذا المناخ لا يبقى حساس جدا 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 وهذا ربما أدركه البعض اللي عايز أطفشهم من مصر صدقني الأسئلة دي مش عشوائية واللي وضح إنها مش عشوائية موقف رئيس جمعية المرسلين اللي بدل ما يعتذر لموسيماني طالع يقول له اعتذر لنا طب وقال باركة يا جامح ما تروحوش تاخدوا منه أحليس يعني يعني فالنهاردة موسيماني يتعرض لضغوط لكن أرجو من أبناء الأهلي إنه خالوا بالهم النقطة دي وبحسن نية ما يساعدوش فيها طيب إيه حقيقة علاقة موسيماني بالكابتن محمود الخطيب وكيف يراها المدرب الجنوب أفريقي ده كلام مهم جدا بعضمة لسانه بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة مع انتهاء الدور الأول لكاسو الأمم الأفريقية وضحت الرؤية تماما بالنسبة للدور التاني اللي كانت كل الخريطة بتاعته منتظرة مبارتاية اليوم كده تأكد أنه يوم الحد هيبدأ دور الستاشر هيلعب فيه بوركينا فاسو مع الجابون نيجيريا مع تونس يوم الاثنين هتلعب الكاميرو مع جزر القمر وغينيا مع جنبية التلات المغرب وملاوي والسنغال مع الرأس الأخضر لكن يوم الأربع ان شاء الله موعد ظهور منتخب مصر اللي كارلوس كيروش بيقول لنا انتظروا فريق مختلف وأن احنا هدفنا المطش اللي جاي نكسب بالخمسة يفتسمع من بقك ربنا يا خواجة ونشوف ازاي هتجيب الخمسة بس المهم هو بيطمننا انه الآن بدأت كأس الأمم الأفريقية خلينا مع كيروش بكل الدعم والمساندة حتى النهاية يوم الأربع اللي جاي منتخب مصر هيواجه كود ديفوار ومالي هتواجه غينيا لاستوائية طب ايه اللي بعد كده منتخب مصر في طريقه مين لو تجاوز كود ديفوار بإذن الله تعالى لانه حتى كود ديفوار وشها حلوة علينا ركبنا الأفيال قبل كده في 2006 ووصلنا للمنصة التتويج في الكاميرا ايضا او في غانا في 2008 امتطينا الفيال ايضا وتوجنا باللقب فلما بنلاقي معنا كود ديفوار بتبقى فال خير ان شاء الله تعالى زي موجود السودان معنا يمكن الناس استبشرت خير ان فوز منتخب مصر على السودان دايما بيبقى منفتيح الفوز حصل في انجولا وحصل في غانا وحصل في 57 وحصل في 59 فخلينا مع الفال وعليه الكمال بإذن الله منتخب مصر لو تخطل كود ديفوار هيبقى في طريقه الفائز من المغرب وملاوي يعني عندك كود ديفوار عندك مواجهة محتملة مع المغرب ثم مواجهة محتملة لو كملنا للدور قبل النهائي مع الكاميرون لان الكاميرون الفائز من الكاميرون وجزر القمر وغينيا وجنبيا هيلاعب الفائز من المغرب وملاوي ومصر وكود ديفوار اذا طريق مصر المؤكد كود ديفوار في دور الستاشر ثم المغرب مواجهة محتملة ثم الكاميرون مواجهة ايضا محتملة في قبل النهائي النهاية يكون يوم الحد 6 فبراير ان شاء الله وفي نفس اليوم هتكون مباراة تحديد المركز التالت الكاميرون طريقها أبيض طريق كويس على أرضها وفص جماهرها وعندها الفرع دي المحتملة هي يعني في المتناول احنا نتمنى بس نخدها واحدة واحدة يعني احنا نتمنى الاول نوصل للدور الثمانية بعدين نحلل حالها طيب قودة لموضوع بيتسو موسيماني لحيه لما الناس اتكلم على انه ايه حكاية علاقته بالنادي الاهلي وهل في مشاكل بالنسبة للتجديد بينه وبين الكابتن محمود الخطيب بيتسو موسيماني في ام بي سي اتكلم لم تت ان كابتن محمود الخطيب كان دعمك في ان انت تنفس خطتك هل العلاقة دلوقتي بينك كابتن محمود الخطيب على ما يرام انه في ناس بتتكلم عليها ببعض السلبية لست ف instructor ايه الممكن المشاكل التي تكن بينه يعني التجديد التصريحات حاجات كده يمكن بتتنقلها السوشيال ميديا لما يكون فيه مفاوضات عشاء العقد ما ينفعش توقع المفاوضات هتحصل في يوم واحد دي مفاوضات هو عايز ده وأنا شايف أنا هذا حديث بحاجة زي كده وأنه قادر أهل أهل اللي هو عايزه وبرضو فيه طلبات وفيه مطالبات ماتشاط ليا حاجات محتاجة في المباريات لأني يمكن يحتاج بعض الدعم عشان قادر أحقق اللي بيرغبه أو الطبوحات دي دي إنه تتكلم بالعقد فلوس فقط لا مش فلوس بس مش فلوس بس فلوس مهمة طبعا لأننا نحن محترفين ونشتغل كتير جدا عشان نوصل لحطة نحن فيها نحن موصلنش لها بالصدفة أنا ماتغيتش هنا عشان قاعدة الـ TV بتاعي كويس أنا جيت هنا علشان الاهلي شافني بلعب قدامهم وشافني ولا بلعب قدام الوداد والهين شافوني بلعب قدام الزمالك وشافوني وأنا بلعب مع الترجي قدام الترجي الهين شافوني بلعب قدام التب مازيمبي حفرت طريق ووصلت كاس لعالم مع سندانس أنا موحتش كاس العالم مع الاهلي بس ووحتها قبل كده مع فريق قبل كده وكسبت برضو بتقوط أفريقيا دوت أبطال وأفريقيا قبلها وأنا وصلت نفسي للمكان أنا فيه عشان كان لازم أحسن أن أنا متقدر وده مهم جدا والنادي أهي نادي كبير طبعا وصرف لي أن أكون موجود بمدرب النادي الأهلي حاجة اللي كانت معترف بيها إذا كان مقولش إذا كسبت بطلطين مع النادي الأهلي وإذا أنا أقوم أي حد أنا عارف النادي أهي نادي كبير أم كاش ممكن حقق بطلطين أفريقيا دي والبرونز تركز تادي في كاس العالم بطلط أهل تاني كاس العالم بطلط أفريقيا دي والنادي الأهلي شوف أسخب شيء هنجتسأل الإنسان أسئلة يعني متكررة في نفس الاتجاه وفي حاجات بتمس علاقاته وشكلها بديهي يعني وراجل هو بيجاو خلوا بالكم كل جملة قالها قال الله دي نجو الشيش تفاوض تفاوض يعني إيه يعني اتنين عايزين يوصلوا الاتفاق ما هو لو هو واحد فيه مطرف مش عايز التاني مش حيبقى فيه تفاوض لكن التفاوض يعني إيه إنت هتقعد معايا أنا عايزك وإنت عندك حاجات وليك طلبات بنقرب السكك مع بعضينا وبعدين ابتدى يقول يفكرهم هو الأهلي ما اخترنيش كده ده اختارني من خلال نجاحي مع جنوب أفريقيا وهم واجهتي مع كل الفرق اللي الله اللي حيواجهها سواء في شمال أفريقيا أو حتى الأندية المحلية زاد زمالك وشافني وأنا بتعامل مع الأندية دي وشاف إن أنا قدرت أعمل إيه يكاد يقول لهم يعني أنا فرحان جدا جيت أكبر نادي وساعاتي دي كانت واضحة جدا لكن أنا برضو مدر كبير يعني أستحق أن يتم اختياري لهذا النادي النقطة التانية المهمة جدا هو قال فلوس مهمة هتبقى جزء من التفاوت لكن خلي بالك وجماعة إن أصعب شيء وإنت ناجح التحدي بيبقى إيه تطوير النجاح مسماني فيه لحظة هو مش يعني لو توقف عندها هيبقى عمل كل حاجة مخسرش غير الدوري لكن الفترة الجاية هو مطلوب منه إيه تطوير النجاح بإنجازات جديدة يعني هو دلوقتي اللي مدائقه برضو إنه مش رايح بأحسن بأحسن وضع فني ولا وضع استعداد لكاس العالم للأندية مدائق لكن لازم يطور على اللي عمله وأنا رايح تالت العالم الناس هتبتدي تقول لي لو 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 وصلتش لهذه الدرجة على الأقل هقولوا أنت يعني يعني هعتبروا أخفاق محدش حيفكر بقى في الظروف اللي إحدى فيها دي كلها ولذلك الضغط عليه بأسئلة من هذا النوع باستمرار مش عادل وإن كان لما تسألني وأنا في السودية على فكرة السودية ده بيحلل بطول الكاس الأمة والإفريقية ولكن ماشي والراجل هو جاوب يعني ده سؤال مش في الموضوع مش في المقرأ لكن هو جاوب وجاوب جاوب جاوب إجابة محترفة جدا وكويسة جدا علينا أن ندرك أن الراجل ده في تحدي صعب جدا جدا محقق أفضل مما حقق وده تقريبا يعني واحد جايب تسعة من عشرة أنت بقى فضله درجة عشان ياخد الإعلامة الكاملة هيروح في إيه طيب بيتس موسيماني الحياة في كلامه للنيويورك تايمز كان واضح جدا عنده شعور بالمرارة تجاه العنصرية التي يمارسها الأوروبيون ضد أبناء القارة كيف يرى موسيماني ريني فيلر المدرب اللي كان سابق في تدريب الأهلي شافوا إزاي نشوفه أنا جيت هنا ولقيت فريق فريق قوي جدا وكسب بالدوري فريق قوي مع فيلر قبل مني وفي سرح ما كيامناش عنه بدناموش حقه وهو الكسب الدوري قبل ما ناجي مصر لكن بلعب بصنوب مختلفة عن كوتش فايلر شفت الماتشاط شفت الفريق وأنا قلت دي مش طريقة اللي بلعب بيها لأنا قلت ودعم كابتل الخطيب سمحوا لي أن أغير الفكرة شوية وكفضل استخدمت خمس ماتشاط غيرت فيها طريقة لعب الأهلي أسلوب لعب الأهلي ومش عايز أقول أن الطريقة اللي لعبتها طبقتي هي أفضل طريقة أم بقولش كده لكن أنقوم من الأهلي أعتقد أن الأهلي يجب أن يلعب بأسلوب مختلف شوية لأنه لو عنده لعبة زي حسين الشاحات زي أفشا لازم تحطهم في الملعب توظفهم في الملعب لازم عندك وحيد سليمان لازم تستغل من لعبة دي توظفهم واللعبة دي مش أقوية وأكسبهم كبيرة لكنهم فنيين عندهم فنيات عالية فلازم تعبع نقاط كبوتهم لازم أغير شوية الحتة دي غيرت غيرت اللعب عشان كده مش عشيخات اللعبين عشان طريق أسلوب اللعب غيرت أسلوب اللعب ربما هذا الكلام الفني يعني بيوضح تماما حتى اختياراته في المشاة إزاي ماشي إزاي والتغييرات في الطريقة وعايز يدي فرص لكل اللعيبة اللي هو شايفة مميزة وتحدث الفارق أن تلاقي لها أوقات في الملعب تستطيع أن تقدم ما تملكه من مهارات لصالح فرقته هنا يأتي الخلاق دايما وأنا بقول ليده في المياه مش زال ييده في النار إحنا وإحنا عاديين برا عايزين اللعب اللي بنحبه عايزين الطريقة اللي احنا بنضمنها عايزين لكن ما بيخشلش في دماغنا هو المدرب ده عايز يروح بنا لحد فين الراجل ده عنده مشروع بدليل بدليل أستاذ حمد يعني لازم نرجع شوية تاني للي قاله أنه شافه وهو نزل يتفرج على مطشق الناشئيين يعني اختيار العناصر ده مش عشوائي هو زاكر وبذل جهدا ونزل يتفرج عليهم وقالهم ده وده 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 وطلع بيهم عشان عارف هون احتاج منهم ايه في الفترة الجاية دي المدربين بيبقى عندهم مشاريع مش جاية تمرنك واتحق نتيجة وهي ترن وخلاص وما تسألنش عن حاجة تاني يعني المدربين اللي بتبني فرق دي أنا أميل أن أنا أدعمها جدا حتى لو اختلفت معهم فنين في بعض اللحظات طيب الحياة قضية مهمة جدا كتير لما تكلمنا فيها الخطأ المنهاجي في المقارنة بين الأجيال وبين الفترات إزاي تقدر الناس تطلع تقولك مين أحسن الجيل ده ولا الجيل اللي فات مين أكثر أسألة مش في المنطق على الإطلاق بيتس موسماني قال تعبير عبقاري ما قدرش أحط رجلي في حزاء من والجزية المقاس مختلف تعبير عبقاري فعلا ما قدرش أحط رجلي في حزاء من والجزية بس نفسي شوفه ليه نسمع موسماني قررت إنجاز مانوان جزية وعملت بطلتين في وقت قصير جدا وده ما جاش من فراغ وحققت مركز ثالث في كاس العالم الأندية وانت قلت كروش كان بيكلمك يعني أنا كنت أفضل المجموعة بتاعتك كانت تبقى متواجدة ويضيف لها كروش بعض العناصر رأيك إيه في الكلام دا أولا أشكر كابتر حساب حسن أني بيقولنا عندي فريق كويس فأنا مؤمن فان عندي فريق كويس حارسين من المقارنة مقارنة بين الأجيال ومقارنة بين المداربين جيل تعمل له جوزي في الأهلي أنا ما عنديش دلاتي أبو تريكا وكل عيبة القمة اللي كانوا موجودين في وقتها في جيل دا اللي ساعدوا حتى المنتخب أنه يكسب العيبة دا أنا عندي جيل مختلف دلوقتي مش معناها جودة لعب الجودة لعب مش على نفس المستوى جيل أبو تريكا لكن بيظهر أن كوية القدم المصرية فيها فيها العيبة كويسة وبدليل نحلى كسدنا بتلطيل أفريقيا على التوالي معناها عنديها فريق قوي بس ما قدرش رأحط ما قدرش رأحط الرجلي في الشوز أو ما قدرش رأحط لأفسي مكان مانور جوزي لأن فعلا حيزاو أكبر مني أعتقد وقعد سبع سنوات هنا لو أنا مش مخطي قعد سبع سنين أنا لسه أنا بقلي 14 شهر فقط بالنسبة لي أنا النقايا النفسي بأسطورة زي مانور جوزي أنا بحبه وأتمنى فيهم أن أقابله وبقدره جدا جنفس أشوف وأعرف منه إزاي كان قدر يعمل فريق زي ده هنا يسترد لو يلجأ مانور جوزي لزكاؤه موسيماني آه موسيماني لزكاؤه وهو يتحدث عن مانور جوزي هو يعلم أن مانور جوزي هو أسطورة وأقرب المدربين إلى قلب جماهير النادي الآلي والأكثر نجاحا في تحقيق الإنجازات والتعامل مع الجماهير فيه تعبير اللي قال لك أنا مش هقدر أحط قدمي في حزاء مانور ده تعبير تعبير بيتقال يعني مش اختراعه يعني ما أقدرش أحط رجليه في الحزاء الآخر وقال لأن الحزاء بتاعه أكبر مني أكبر من مقاسي يعني يعني مش منه وقعد سبع سنين هنا الزكاء لما أشر إلا أنك إنت خدت سبع سنين عشان توصل ما أعماله جسين يبقى الأسطورة واللي يحتل قلبك أنا بقالي 14 شهر وعمل من ناحة الإحصائية من الإنجازات ما يشفعله ما يشفعله وكل أنواع المطولات اللي ممكن الحصول عليها مع النادي الآس يعني في حديث سابق قال أنا أنا عبت الزبالة كم مرة مخسرتش منه يعني وهو يعلم أنه ده مقياس عند الجماهير مهم جدا يا جماعة يعني بين الداي ساعة منه أنا بقعد ساعة بقوله يا أخي يعمل كذا ما هو دي وجهة نظري مين إيه لأننا اللي صح ولا أنا اللي عبقاري ولا أنا اللي داريان بالدنيا لكن ده ما إلا الواحد بيدور على اللي مش بيتعمل عشان يلاقيه هو لو كانت عمل كان غير الأمور فإنما الراجل بكل المقيس من أكثر مدربين على مستوى العالم نجاحا مع فرقها لو لو قلت له أو لو هو قال لنا أنا هجيب لكم البطولات دي كنا هنقول عليه يا راجل روح إلعب بعيد ده ساحة إلعب بعيد لو جبتنا نص البطولات دي هنحطك على دماغنا من فوق يعني هو شاعر إن الأهلي بيقدم له بيقدم له الإمكانيات بيقدم له الشعبية بيقدم له العناصر أشباب النجاح بيهيق له المناخ وهو أيضا يقدم كل ما لديه ويحقق نجاحات إيه المعادلة اللي أنتو عايزين أكتر من كده غير إنه يبقى تقول ليه متصوير الندي الأهلي لا لما ينزل لازم يفرم الفرق من دقيقة واحد لدقيقة تسعين ما فيش فرقة بتعمل كده على مستوى العالم الحقيقة مهيبة كان نستهل الكلام لمستر بيتشو مسماني على إنه أنت كان فيه اتصال بينك وبين كاروس كيروش هل كنت تفضل إنه كيروش ياخد فرقتك بالكامل أو عدد كبير منها ويضيف إليها المحترفين ويلعب ده كلام حتى قالوه ناس كتيرة برة إنه لو المنتخب المصري معتمد على أكبر عدد من التشكيلة السابتة للنادي اللي قالي كان هيختلف أو شهادة مهمة جدا لالي رجعنا من كأس العالم 2005 منتخب مصر بيستعد الكأس الأمم الأفريقية في القاهرة 2006 بعد عودة الأهل بأيام أوليلة جدا كان كابتن حسن شحاتة مختار القائمة واخد جزء كبير من لعبة الأهل لكن كان وقتها كابتن حسن في مرحلة التجارب عايز يستخر على شكل أذكر كان المنتخب بيلعب مع أستونيا ومقدونيا تقريبا الشوت الأول الشكل وحش ما فيش تجانس لغاية وقتها الجهاز ما وصلش لتوليفة واحدة في الشوت التاني قد فرصة كبيرة أو فرصة كتيرة لأكبر عدد من لعبة الأهل فالأداء الجماعي علي بشكل واضح جدا بعد المباراة كنت بكلم الكابتن شاوء غريب قلت له انت شفتوا الفرق انت عندك فرقة 8-9 لعبة منهم راجعين متجنسين بنفذوا فكر مانويل جوزي واخدين بطولة أفريقيا راحوا بطولة العالم فيه فريق متجنس أول ما العدد الكتير من لعبة الأهل كان مع بعض وفي الملعب الأداء الجماعي علي جدا قال لي ما احنا هنحاول نعتمد على كده ومن لحظتها كابتن حسن شهاد بوعيه بحرصه على نجاح المنتخب بالأمانة بتاعته لأنه في النهاية يحسب له انه هو وهو الكابتن الكبير التاريخي لنادي الزمالك حافظ على أكبر عدد من لعبة النادي الآلي في المنتخب لأنه شاف انه ده الأفضل بالمنتخب تصريح علي بقولك الأهلي أفضل فريق في أفريقيا بالضبط مش عايزيني كابر الرجل لا كابر ولا عاند كان منحاز للمصلحة العليا للمنتخب فحافظ على أكبر عدد من لعبة النادي الآلي كانت النتيجة انه كسب 2006 وراح كسب 2008 وكسب 2010 معتمدا في شكل أساسي على تجربة النادي الآلي في هذه الفترة اللي كان مهيب بيقول لمستر بيتسو مسمعني لو كارلوس كيروش كان اعتمد على أكبر عدد من لعبتك كان ينفع ولا لا قال له أنا بشكر الكابتن حسام حسن لأنه حسام قال كده حسام حسن برضو بفكره قال إنه لو كان اعتمد كيروش على أكبر عدد من لعبت الأهلي مع بعض ربما كان لأداء جماعي السؤال بيقول له ايه تقول له كروش لو كنت اعتمد قال له لا أنا أشكر حسام اللي قال كده يعني هو ما قالوش النضرائي برضو أشر لا ما هو الناس بتقول له ايه طيب بالنسبة المسلماني واحدة من اللقطات اللحظات اللي دخل فيها قلوب الأهلي وجمهيره لحظة القضية ممكن كلنا فاكرين الصديق العزيز والمعلق الجميل عسام الشوالي لما أطلق صيحة القضية ممكن اللي جابت التاسعة مهيب عبدالهادي ومعها بيتسو مسماني سأل عسام الشوالي نشوف شريك القضية مسماني بتحب تقول له ايه قبل كاس العالم الأندية ومع طبعا كل اللي امتنان لجمهير الأهل اللي يعني بتعشقك وبتحبك جدا لكن برضو جمهور الزمالك زعلان منك والله سي راول حكاية القاضية بعيدة معناها على التعص بيعرف جمهور الزمالك انها لو جات هي شاطها شيكابالا كانت ممكن ستخرج نفس الكلمات هي حظ الأهلي ولقب الأهلي وجات فيه وقت قاتل في دقيقة 85 ومسم حظرة العفوية رأوا عندها معناها تظهر ليخرج من القلب يوصل للقلب بالنسبة البيتسو كله كأفاقة نعمله كثير على المشاركة المنديلية القادمة الأهلية رغم كل الظروف أكيد هو مدرب كبير برشة من أحس المدربين في القرى السامراء درب نادي كبير في بلاده جاء النادي الأكبر في إفريقيا للأهلي بألقابه أعتقد مذاكر كما تقولون توم التاريخ النادي الآلي ويعرف أن الأهلي انجح في استيعاب واربح بطولاته كؤوسه هو بالاحتياطين وبالصف الثاني وحقق بطولات إفريقيا في أحلك المواقف فبالتالي يقرأ درسه ويقرأ من هو النادي الأهلي يعرف أنه حتى في الغيابات الأهلي بمن حضر ونستنىه إن شاء الله في مونديال مشرف للكورة المصرية بالنسبة لبيتسو الحقيقة مدرب محترم جدا مدرب أنا قلت أنه مكسب الحقيقة مستهل يجيب التاسعة والعاشرة ويجيب السوبر الإفريقي في مونسطين ويجيب أيضا ثالث العالم الحقيقة على خطوات منويل جوزي بالأرقام وبالبطولات كلام مهم جدا وهي قد الإنصاف من الناس اللي ملاش مصلحة أما بسألة القادية ممكن هو قالها قبل ما قافش يجيب الجول وكان عارف مين اللي سيجيب الجول نمستشعر أنه في ريحة خطورة في ريحة خطورة دلوقتي الدنيا فيها جول القادية ممكن القادية ممكن القادية ممكن هو القادية ممكن فالحقيقة يعني الكلام اللي قاله في بيتسو الموسيماني الرجل يستحقه وأنا رسالتي بقى لموسيماني يعني ما هي إنه شايفك هو والإنصاف هو لا تلتفت إلى محاولات استفزازك هتلاقي كتير الفطرة نصحتك لبيتسو الموسيماني هي دي ما تلتفتش العالم يقدرك السواد الأعظم الجميل الأهلي تقدرك الإدارة تقدرك الإدارة عايزك بدلينها بتتفاوض معاك ولكن يعني طبعا ضريبة النجاح كده في ناس حتعرقلك في ناس مش تمالي مش تمالي اللي بيتقالك ده يعني وراه حسن نية يعني فخلينا في الإجابات زي ما الكابتن صالح قال وأنا يعني أنا أصل عصير الفطرة دي مع كابتن أنور تحديدا كان فطرة لا تطاق كان جماهير بتروح كان الأهلي لسه بتجدد يعني وقال له وقال له احنا يعني كل قدر عملك دعمي لكن حاول انك انت تتحمل هذا الكلام لحد ما نعدي من الفترات دي أنا ده اللي عايز أقوله أنت طاع بثقة المسؤولين في النادي الأهلي والسهد الأعظم مجامل الأهلي والمنصفين في الإعلام سواء داخل أو خارج مصر وديك يا عام وصلت نيويورك طايمز ديك وصلت نيويورك طايمز ده كان أنا برضو ما فوتش حتة عصام الشوالي ومهيب بيقوله القضية ممكن قلص اللي بيخرج من القلب يروح للقلب مباشرة في قلب عصام الشوالي معروف لكن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم بعضمة لسانه أهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الأهلي ليه ما تخافش على الأهلي علشان النماذج اللي جاية اللي بتحفظ إرادة الفوز وانتصار للأهلي حتى أي لحظة بعد اللحظة الأخيرة ده كلام مهم حبينا نثبته لحضراتكم بي بعضمة لسانه ناس رضعة بلاس تسعين وناس رضعة وهم السنين الأول خلينا مع الناس الرضعة بلاس تسعين وهنا رسالتنا لأي منافس ما تفرحش قوي قبل ما تسمع الصفارة مدام ما سمعتش الصفارة والأهلي موجود في الملعب خد بالك كابتن فاروق عفر زمان قال ما بتطمنش إن أنا تعادلت مع الأهلي أو كسبته إلا لما روح أسمعها في نشر التسعة وقت من المباراة كانت بتتلقى بتلاتة العصر دي يعني بعد ست ساعات من انتهاء المباراة ده كان تأكيد على إنه بلاس تسعين دي ليها جزور في التتش في مباراة السلة الأهلي والزمالك قمة الإسارة وإن الدية مباراة مرجحت كتير قوي رايحة جاية رايحة جاية لغاية حتى بعد الوقت الإضافي زمالك متقدم بفارق تلاتة بونت لعب الزمالك أحمد ياسر عبدالوهاب افتكر إن الدنيا خلصة نسي إنه بيلعب الأهلي فشاور لجهاز الأهلي وللحضور دبح ناكو وما يعرفش إنه دبح فرصته في الفوز ودبح فرصة والده في إنه يكسب المدرب اللي كان موجود في الزمالك أوجستي وهو بيواجه الزمالك في صالة نادي الزمالك فكان الدبح مش للأهلي أبدا أستاذ برايم نقطة بس عشان ناس مش بس إشارة الدبحة هو تلفز بلفز نابي جدا مقروق تماما بلغة الشفاء تمام كانت نتيجة إيه؟ عشان ناس بتقول لك الإشارة دي بتحصل في الملاعب لما تكون مصحوبة ونت بتوجهها للدكة المنافس بتاعك بهذه الألفاظ النبية استحقت هو بقى كاتر خيره اللي بدأنا الفرصة نكسب الماتش بالضبط أنت ما دبحتش الأهلي أنت دبحت فرصة والدك المدرب ياسر عبوهاب فرقتك يعني بالضبط فكانت النتيجة إنه الحكم يحسب رمية واستحواز للأهلي فالأهلي يسجلها ويستحوز في آخر ثلاث ثواني يجيب مهيب الرمية السلسية يكسب الأهلي هذه المباراة ده اللي حصل في صارة نادي الزماني ممكن أشرح لك حاجة عشان ننصف أجوستي خمس ثواني خد تكنيكا الفور ربنا تدهوله نتيجة هذا التصرف الغير محسوب فيه طيش شوي فالتاكتك اللي تعمل فيه عبقرية أولا لازم عشان تكسب تجيب الرمية وتعمل ثلاثية عشان تتعادل تجيب الرمية وتعمل ثلاثية أو تضايع الرمية وتجيب ثلاثية فأنت أول تحدي لك على الأقل تجيب ثلاثية ولو جبت الأربع نقاط يبقى هتكسب الماتش خمس ثواني عمل تايم قوت التحرك المدروس كله تحرك كده جه طمسون خد الكورة دريبل بقى واحد اتنين ونزل مهيب اللي عددك ما كانش في الملعب ومهيب أحد الموجودين جدا في السلاثية فالتحرك بتاع إيهاب أمين وبتاع الفرقة كله لم فريزة الملك هنا وفرغ مهيب لوحده أي ع الجنب وربنا وفقك إن الخطة مش كما خطت له آه دي اللحظة القتلة الحقيقة أنا حتى بعدها لما سمعت تصريحات الكابتن ياسر عبوهاب وياسر عبوهاب أنا عارف إنه هو حد مدرب وعد جدا بالمناسبة كان هو من أسيوت والزمالك كان أخده موسم يمكن 91-92 كان وقتها اللوحة حسنين عمران كان رئيس الانتحاد السلة عليه رحمة الله حبي يعمل تجربة إنه ينقل الدورات المجمعة لبرة القاهرة فهوه ده أسيوت ساعتها زمالك كان جاب ياسر عبدالوهاب من أسيوت أنا كنت حضر الدورة دي والأهل جاب من مركز شباب الزئذيق طارق خيري بدايتهم كانت من هزي هفوه إزاي وانت بأسيوت وتولك وتحادر إزاي تاخد منك لعيف زي ياسر عبدالوهاب آه كامل طيب ده اللي حصل بقول لكم وقتها في موسم 91-92 وبدأ ياسر عبدالوهاب وأثبت الآن أنه هو مدرب كبير بقول ده لأنه ما كانش يصح يدافع عن خطأ ابنه لأنه بعيدا عن التكنيكا الفاول أو غيره أو ظروف المباراة هذه الخطاقة سلوكية في الملاعب ما يصحش تحصل ويتقال أصلاعب الأهل عمل لا ده كلام من هزا وزاك أديك ودفعته التمن لكن مش بس في الباسكن هو بحدش قادر يستوعب اللي حصل من الصفاقسي فاكرين الصفاقسي في الهدف التاريخي بتاع ابو تريكا وهم بيحتفلوا بصوا يلا احتفلوا افرح افرح بص الناس بتهلل مش فاهمين إن الأهل لسه في الملاعب بعد بعدها على طول شادي لراس في لافيو المسار التاريخي للهدف الأسطوري لشمال أبو تريكا من مرة واحدة الكرة رفعت من شادي ما نزلتش على الأرض في الجون بس بعد ما كان الراجل بيقول لهم يلا احتفلوا يلا طيب واعتقد كان أنسبو جلبان حتى وموجود مع الصفاقسي وقبلها كان بفرحان وبيحتفل الراجل بس أدرك بعد كده إن الأهل هو اللي كان في الملاعب وده حصل برضو مع الرجاء المغربي لو تفتكروا في مباراة الأهل والرجاء شفنا بن حليب لعب الرجاء بيستفز جمهور الأهل النتيجة الأهل بيرو بس الراجل حقيقة تظهر بعدها هو ده الأهل يا جماعة فدي ناس رضعة بلاس تسعين دي ناس رضعة بلاس تسعين كويس قوي اللي هي إرادة النصر حتى ما بعد السوان الأخيرة في جزء من الثانية بيتفوق الأهل تجربة الأهل مع هذا الجيل في مباراة الإسماعيلي الجيل الصاعد دفع الناس كلها لشان تقول الجين ده فيه إيه ده فيه دي إن إيه الدين إيه الأهلاوي شربوا الولاد الصغيرين ومستوعبين وموجود في التكوين بتاعهم الجيني إنه حتى هو بيلعب الإسماعيلي إسماعيلي فرقة كبيرة لكن الولاد الصغيرين ما بيرهبوش الموقف لأنه عارفين قيمة الفانيلا اللي هم لابسينها فبيقتلوا حتى آخر لحظة وبيتعدلوا في السوان الأخيرة كابتن وليد صلاح الدين واحد من اللي عاشوا مثل هذه اللحظات تحدث عن تجربة فريق الشباب قدام الإسماعيلي نشوفه كسر ربطة مهم جدا بطولة مهمة جدا كل نادي دخلها ركب ماشي الأهل إسماعيلي الولاد هايلين يعني النادي الأهلي كله كله مكاسب كله مكاسب ماشاء الله زياد طرق هايل أحمد سيد غريب مغربي هايل كل لعيبة فخر هايل مغربي كويس أوي مصطفى شبير مقدي بشكل كويس جدا أنا فجأت بيه منه بيلعب برجله كويس أوي لا أبو مصطفى عنده ثقة كبيرة كابتن وهادي كابتن الولاد كلهم ده يعني بارد بارد يعني خد بالك مستر مسماني وأنا هنا بس بشكر خالد بيبو كابتن خالد بيبو قطاع النشئين في النادي الأهلي خالد بيبو عمال تفرب صراحة ها ماشاء الله بيمتلك عدد من المواهد ومستر مسماني بشكره لأنه هو نزل قطاع النشئين من شهرين ثلاثة وقعد مع كابتن خالد بيبو وتفرج على الولاد دول وشد منهم عدد كبير اتمرر معاه وده دور المدير الفني حاجة كويسة جدا بص التجربة رائعة لكن لما يقول لك أن مستر مسماني من ثلاثة شهور نزل لاختاع النشئين يبقى الراجل ده بيسبق الأزمات الراجل ده عنده مشروع الراجل ده عايز يعمل حاجة عايز يشوف بعينيه وعايز ينقيه وعايز يدي فرص وعايز يضيف طبعا هو مش بيحصر كابتن وليد لكن أنا محمد خليفة نصير اللي جاله كورونا ده ده مدافع رائع وقوي وعمل الماتشاط مع مغربي بطريقة مغربي كمان مغربي يعني في ريحة كده في نضج مبكر لكن دي لعيبة لأ تطمنك أنك أنت يمكن قدام شو ما تعودش تبصي من وشمال بقى عندك في خطاع النشئين سروات هيلة جدا لكن أنا عايز أقول أهمية البطولة دي وأهمية الماتشين دول وأهمية ثقة مستر مسماني أن بعد الماتش الأولاني ما راحش بقى قعد ناسه وكمل بال لا خدوا برضو وبكرة حيعمل كده هو كرس فيهم حاجة مهمة جدا طبعا مؤكد عندهم روح الفانيلا بس بشكل إيه اللي سمعوه ما عاشوش التجربة لكن لما عاشوا التجربة كلهم بطلعوا يكلموا وقولوا إيه دلوقتي إحنا تربينا على خلاص بقت ثقافتهم مش محتاج تقولهم كلمة الثقافة دي حينقلوها لكل حد بيتعاملوا معاه بعد كده صحيح من زمايلهم أولا صغر منهم وهكذا هكذا تكون التجارب النجاعة أهمية ما وراء البطولات وال والفلسفة دي فلسفة إن أنا ألحق بسرعة أشربهم يعني إيه نادي الأهلي بس بشكل راسخ بقى وعشان كده الصديق العزيز سيف زاهر وجه التحية لمين نشوفه مباراة لإسماعيلي والأهلي هم مباراة في الربط الإسماعيلي بيلعب بكل نجومه والنادي الأهلي بيلعب بقاعدة ناشئين مخاطرة كبيرة جداً لإدارة الأهلي ومسماني لأنه بيلعب نادي الإسماعيلي ممكن نتيجة تبقى لأقدر الله تقيلة محدش هيفتكر بقى أن دي ناشئين وحدشيل ليلى وفاتورة كبيرة نجح مسماني قدرت الأهلي أن يعادوا بالمباراة وبقطاع الناشئين لعبت النادي الإسماعيلي كان ممكن يخلصوا المباراة جابوا هدف وخلص خلصت القصة على كده ورمونتدة لناشئين الأهلي وشغلين مسكين محجرين في المباراة التحية هنا مش تحية مباراة يعني مش تحية الأهلي والإسماعيلي لا إحنا بنشيد بالتجربة تجربة الأهلي بنشيد بروح الناشئين اللي ناخد منهم درس بلاس ناينتي دي ما بقتش بتاعت عماد متعب ما بقتش بتاعت أي لعيب في النادي الأهلي لا دي بقت بتاعة النادي الأهلي نفسه سيستم النادي الأهلي اللي بيربي الناشئ والأولاد على البلاس ناينتي أنت محجر في المباراة لآخر ثانية شباب لازم نرفع لهم القبعة تجربة رائعة لازم نحييها طيب عشان ما نعودش ايه نكرر نفس الكلام اي حد منصف هيشوف ان هذه التجربة حتى احنا عندنا ماتش اكرم على الموليد ايا كانت النتيجة احنا بنتكلم على التجربة مش عن نتائج مش عايزين رأينا يبقى محمل مربوط بالنتيجة من وقع النتيجة لكن طبعا لو عملت النتائج اللي اعزنا يبقى جابت لنا نتائج ايضا الحسنيين يعني انت لما لعبت في 85 بالناشئين رصخت المبدأ التربوي وكسبت البطولة عملت ايه بيفكرنا بمسلماني ليه بقى انت كسبت الزمالك عندك بعد كده سكتك اظن الترسانة والمحلة لو كسبت كان فيه اتجاه بقى لانت ملعب بالابدان دخل علم شبير بس وكملنا بالناشئين واخدنا الكاز بالناشئين سيف زهر بيقولك بلاس 90 ما بقيتش كانت بتاعة عماد متع بس اللي جابت الكونفودرالية او اللي يام رجل عماد ودماغ عماد جابت بطولات في بلاس 90 طب هو عماد نفسه لما يبقى معاه الكابتن محمد فضل والكابتن سيف زهر يبقوا شايفين سر البلاس 90 فين نشوفه ماتش الاهلي والصفاقس هناك بتاع جونة بوتريكا انا كنت في الملعب اه كنت رعب اتفرج يعني مسافرين بجموعة صاحب كده وقاعدين في المدرجات بنتفرج الماتش خلاص فاضل دقيقي فالجمهور التونسي بدأ يحتفل لا يطلع عيلا بشوكولاتة اه فو احنا اخذنا الشوكولاتة وشوكولاتة عملينا لونها احو فاخدين الشوكولاتة بس ما فيش بقى يعني ما فيش نفسنا كله كله بياخد الشوكولاتة وبتاع خمس دقيق جونجي الموردي في الملعب عشان أجواء من حراك كلمت فيها احنا كلنا في الملعب عندنا وقين احنا نكسل معقولة معينة بتلعب الصفاقسي وخسران والاستاد كان اول مرة يتلاقي في استاد رادس كان اول مرة يتلاقي في استاد رادس بقى وش يساعد عالنان اه والله العظيم يا كابتن الاستاد متأفة ومستحيل يعني الصفاقس كان عامل المبارك جيدة وإحنا كويسين لكن احنا في الملعب هنكسل هنكسل دلوقتي حتى تفاصيل الكورة كمان غريبة يعني الجندا غريب يعني أنا طلقت مع أطول كان فيه واحدة حلوة أول في العرضة طلعت مع أطول واحد خدتها مش عارف ازاي في اللافيو طلع بعد كده لمسا والله بوتريك انه ياخد الكرن عابها بشماله ده مستحيل يعني اولا الرجع به زمن مئة مرة مش ياخد الكرن هيستلم ويعدل على يمين سعي اتحاد الليبي بس عشان فيه تجربة تلاتة سفر تلاتة سفر تلاتة سفر احنا مغلوبين في ليبيا اتنين سفر المطش ده الاستاد مقفور واحنا نازلين فالمطش ده احنا مغلوبين اتنين سفر في ليبيا واحنا نازلين هو خلاص تشكيل بان احنا موجودين المطش هتلاعب فنازلين او منزلت انا بكت شفت الجمهور فشفنا الجمهور كلنا وحنا نازلين والله العظيم في كلنا كان لعيبة يا رب النهاردة تلاتة سفر فشوت الاولاني خلص سفر سفر وكان الجمهور بيزوم جامع جدا ان انت فرص صغير طبيعية على خط الجنب الضيعة بس احنا على يقين ان هنكسر تلاتة فعماد جاب الاولاني انا جبت التاني الناس كلها خلاص اكسترا طيام او درب الجزاء لأ احنا على يقين ان هجي جون وبص جيل بيرتو منبرة كان بيعمل ازاي كان بيسخن وقعب بيجيب الكرة بسرعة هو دي روح النادي واللعيبة كلها فدي حاجة مش مكتسبة دي حاجة موروسة الا مثالة كتيرة طب والمطش اللي تفرجنا عليه في البيت عندي في الجنينة بتاع الكاس بتاع اربعة ثلاثة بسامة ده مرتين مرتين بسامة حسن مرتين الدقائق الاخيرة من الوقت الاصلي هو ابوتريكي يجيب الجوة وبعدين تلعب وقت اضافي تتأخر يعني لا لا صعب قوي صعب قوي وفيها ذكريات كتيرة قوي خلت الكابتن وليد صلاح الدين يقول لك مع الاهلي وبلاص تسعين مش هتقدر تغمض عينيك نشوف انت الكابتن الخطيب لبسك التشيرت بتاعه مش كده برضو كان متابعك انت في قطاع الناشئين كان في نظام في النادي الاهلي عارف حضرك ملعب مختار التش ده كان فريق اول وناشئين فكان دايما الفريق الاول تدريب بتاعه الساعة 3 واحنا تمرنا الساعة واحدة بعد صلاة الجمعة فالفريق الاول كله بيقعد يتفرج على الناشئين ماتشاتكو كمان ماتشاتنا فكل الفريق الاول عارفنا فاحنا مرعوبين ان الفريق الاول بتفرج علينا والاستاذ كله متأفل المدرج مختار التش فكانت اجواء رائعة كابت الخطيب فعلا وهو بيحضر لماتش اعتزاله وقال لي انا السؤال بقى هو مش ده السؤال السؤال لو انت بتلعب النهاردة وعلى وشك الاعتزال تدي التشيرت بتاعك لمينة تدي التشيرت قولا واحدا على طول لحمد عبدالقادر بنا الفريق ده اتبنى حلو قوي بس لسه في مرحلة اخيرة اللي هي برافو عليك التشطين اللي هي مواهب صغيرة في السن زي احمد عبدالقادر زي عمار حمدي يرجع لنا محمد عبن ام السردباك يرجع لنا كم لعيب محمد محمود ربنا يكرمه بعد في مواهب معينة مصطفى شوبيري بحر اسمار مكمن اه مصطفى شوبيري اه اصف يلا اسمع ليفيدا بس سحي احنا كان يوميها عندنا تدريب اسم قاتلة الرجال مع كابتو إبراهيم عبصامة عندنا ماتش الزمالك بعدها بيومين فميتين ثلاث ساعات تمرين موضة قلت له كابتو إبراهيم ده انا راح اعتزال ماتش الكابتو الخطيب وهلعب قال لي بليش دعوه احنا عندنا الزمالك فخلصت فبقيت مش قادر لكابتو بيس اللعيبة بتاعكم وروحت مش شايف فانا نازل بص مش قادر فالكابتو الخطيب هو قال لي يا ابني مين لي بيعتزل هنا طيب الكلام بيؤكد بعضه الكلام بيقول ان احنا ده موروث موروث بنتربى ازاي وانا عايز بس يعني تعديله خصين انا مسألة ان انا قاعد وانا متأكد ان احنا هجيب جن انا قاعد وانا متوقع ان انا جيبت جن مش غريبة انا بصلح بقى الشعور انا يعني انا ارى ان ما بفقدش الامل بس مش بالضرورة انه كل مرة تجيب جن في دقيقة تسعين لكن لو جبت جن اقول ايوة كده هو ده هو ده الصح وده اللي يخليك بيستمرات تشعر النادي الاهلي ما بيرميش الفوطة تتوقع انه يحصل حاجة لان برضو فيه التوفيق مهم اللي بيعندك التوفيق طول الوقت ده ساعات بتخاف من عدم التوفيق لكن ما بتخافش من محاولتك انك انت تسعى ان تكون موفق الموضوع يخصك بقى لو خليت عدم التوفيق يحبطك او تستسلم او تدلدل او تكسل يعني اقولك حاجة حسام حسن مش في حسن حالته وبيكتهدوا ان يستردوا فرمته تعال اشوف الكورة اللي جاري جاب منها ضربة الجزاء ده كورة ميتة تقريبا كورة ميتة تقريبا يعني رايحة في اتجاه الجن والجن تقريبا اقرب لكن الاسبرينت اللي اتعامل بالقوة دي بالاصراط ده ويزقها قبليه خلى الجن ارتبك ورمى نفسه على رجله فنام على رجله فجاء ضربة جزاء هو ده اللي انا اصدع بتاخد عندك احساس ربما تكون دي ايرادتك لاخر لحظة كان ممكن يوقف محدش هياخد باله خالص ويقول لك الكرة دي يعني وقف ليه ميتة ابد خلاص انت يعني هو ده اللي عايز اقوله هذا الاسرار اللي مش موجود يعني بالشكل اللي موجود فيه في النادي الان طيب شفنا نمازج لناس اتربط على هذه الارادة وناس متمسكة بحقها في المكسب وبتبزل كل عرقها لغاية اخر لحظة وكل هدفها الاهل ينتصر لانه ده حقه وده وضعه ما بالنا بقى بالناس اللي رضع وهم السنين وهم السنين بقى اصله الاهل بيكسب بالحكام تيجي تقوله يا مولانا امشي معايا واحدة واحدة شف الموسم كله مفيش فايدة شف مين كان رئيس اتحاد الكورة ده اكبر زمال كاوي بيسلم الاهلي درع الدوري مرتين ده وزير الشباب والرياضة في كل مرة الراجل زمال كاوي لا هو الاهلي الى ان نلاقي المهندس يحيى لكم رئيس النادي الاسماعيلي وده بقى وهم السنين اصله الفلوس والاهلي بياخد فلوس اكتر عشان الجمهور يكون المسألة واضحة بالنسباله مصادر الفلوس بالنسبة للكورة هم حاجتين حق الرعاية وحق البس حق البس له آلية ولو نظام للتوزيع محدش قال ان فيه قناة متعاقدة مباراة الاهلي بالنسبة لها زيها زي اي مباراة اخرى في الدخل الاعلاني او في العقود الاعلانية خلوا اي قناة مسؤولة تقدر تقول لكم ايه الفروق في الدخل الاعلاني بالنسبة لهم لمباراة للاهلي عن بقية المباراة وكابت المتحد شالبي قال في ده كتير قوي وكل الناس بتعترف في ده لكن بتصدر للناس كلام اكتر طيب ما هو ده وضعه وده حجمه ودي شعبيته اللي بتجيب ده الجزء التاني بره البس يتعلق بحقوق الرعاية لما الآلي حقوق الرعاية بتاعته وحقوق الرعاية في المجمل هي انعكاس مباشر لحجم الشعبية والتأثير في الشارع دي حقوق اعلانية انا كمعلن لو عندي شركة هتعاقد مع النادي الآلي لانه فرص تعرض الاعلان بتاعي لأكبر عدد من الشعبية يختلف عن اي نادي اخر الاعلان بيروح للشعبية الاكتر ولا يفتوى المهندس عدل في المدينة هتدي لك مثل بقى فضل عشان نفاهم الناس اه انا شركة ها عندي منتج عايز اعلن عنه اه هيقولولي طيب نجيب لك هنيدي ولا عدل القيعي هنيدي بس خلي بقى لك ان هنيدي ده بياخد وان تو تن يعني علي ياخد جنيه تاني حياخد اتنين ميت جنيه اه ميت جنيه اه اروح انا اقول لهم لا انا زي هنيدي مش حيالي صحيح هو اصلي ده قرار اللي بيدفع الراعي ده ده فيوصه اي وهو منتجه وعايز منه حاجة اي فهو بيدفع كتير في هنيدي لانه عارف ان المرضود انا بدي مثل اي عارف ان المرضود من الراجل اللي حيعمل الاعلان ده اي هجيب له فلوسه اي ده هو ساعات يجي وقلوك اي طب ما هو لو بالمجد بتاعتق ميزانهتك مش كتير ما تاخد بقى عدلي هيقولهم والله انا ساعات مش هعمل اللي انا عايزه من الاعلان او ساعات اممكن يقول ايه طيب وعدلي ده هياخد مني كم اه ممكن فرق الفلوس يسمحلي ان انا هروح لحد بين عدل وهنيدي اللي انا عايز اقوله اه ان مفيش حتى السوق كده اي مفيش حاجة السعادلة التوزيع دي اه مش موجودة الا ده اقتصاد الاشتراك انا الا لا ممكن يبقى الوزارة عايزة تدعم الاندية الشعبية مثلا فتيجي تقول ايه عشان اه بيقدروا نفس الشركات هطلع خمسة مليون جنيه لكل نادي دي كل نادي وممكن يتمادوا زي ما بيعملوا مع النادي النادي لا مش هتدوله لانه ميزانيته كبيرة وده مش فيرة على فكرة طيب ماشي هنا فيما يتم توزيعه من الدولة مالوش علاقة بالرعاية ولا القيم التسوقية دي دعم دعم هنا الدعم يفهم انه بيروح للناس التي تستحق بظروفها ومكانتها ومعندهاش في الظرف اللي احنا فيه ده موارد تسمح لها بالتنافس بشكل جيد اروح دعم لكن يا باش مهندس محدش قالك انك انت يعني لا تسعى يعني مش معقولة انا انا لما اكون نادي لازم ادرس المشكلة التمليئة بتاعتي دي على مدى الخمساشر سنة اللي فاتت على الاقل يعني ويكون لقيت موارد واسليب جديدة تجيبلي تجيبلي فلوس يعني انا مش عايز مش عايز ازاي ما اقول ايه مش عايز اقف في حزاء احد مش احط رجلي في جاز متحاج ده مثل على فكرة مهزب جدا ومثل واقع جدا انه كل واحد مقاس لا مش هقدر اعمل كده كل واحد قادرة باللي رايحه وقادرة بمشاكله لكن لابد ان كل شخص يستطيع ان يجد من الوسائل الغير تقليدية انه يصلح جزمته ظروفه يصلح ظروفه من غير ما ينظر وقال لك اشمعنا ده مهما اشمعنا ده هتعطالك هتبضل طول اشمعنا طول عمرك مش هتجد الاجابة غير في القيمة التسوقية بتاعة الفوارق اللي بين المؤسسات والبشر اذا ده كلام واضح والمفروض انه يكون بديه قوي والرجل ده رجل اعمال يعني عارف انه كل حاجة لها حجم وكل حاجة لها سعر حقوق الرعاية الاعلانية متعلقة بحجم الشعبية بشكل مباشر مش بالبطولات على فكرة البطولات مؤثرة في صناعة الشعبية البطولات مؤثرة في حجم الشعبية النادي في السوق ومن ثم الاقبال عليه والتعرض الاعلاني اكتر بالنسباله لكن مالوش علاقة بالبطولات البطولات واحدة من المعايير المؤثرة في توزيع عوائد البس في حالة التوزيع الجماعي عندهم نقاط كتيرة جدا بيتمت على اساسها توزيع الفلوس لكن حقوق الرعاية هي في الاصل حقوق اعلانية تتاجه للقاعدة الشعبية الاكبر ده الكلام اللي المفروض يكون واضح لكن للأسف وهم السنين خلى الناس بتدور للاهل على اي حاجة حتى لما الاهل اتعادل مع الاسماعيلي طلع بيان يقول ضربة جزاء مشكوك فيها بشهادة خبراء الحكام او خبراء التحكيم كلام ده تقال في بيان رسمي عشان جدا هنرد عليه بعضمة لسانه بعد الفصل ألم بحضرتكم جديد انه النادي الاسماعيلي يعترض على التحكيم ده حقهم وجهة نظره كل الاندية لما بتشوف من وجهة نظرها انه تعرضت لخطأ حتى في وجهة نظرها من حقها تقول لكن الحقيقة البيانة اللي اتطلعه نادي الاسماعيلي بعد التعادل مع الاهلي مش بس احنا هنوقف عند حتة ان المهندس يحيال كومي يتحدث عن شعبية الاهلي وبطولات الاهلي وقولك انا على المشكلة انه ما فيش عدالة اللي بانة بتاعت العدالة الغيبة ومش عارف العدالة غيبة ولا الغزالة رائعة هي العدالة هي العدالة غيبة ولا الغزالة رائعة ده السؤال لانه الحقيقة لما نيجي نتكلم نقولهم يا جماعة طب انتو بتقول جناد الاسماعيل اللي مطلع بيان بيقول انه الاهل اتعادل بضربة جزاء مشكوك فيها بشهادة خبراء التحكيم ومعرفش جابوا شهادة خبراء التحكيم المهندس هي حيال كومي ده منين هل يا باش مهندس يكفيك رد خبراء التحكيم كلهم ولا لا ما بدقين مش هنجيب رأي اي حد اهلاوي مدامة الغزالة رائعة والعدالة غيبة ينفع رد الكابتن احمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدرب الاسماعيل السابق نشوف طبعا فيه مفعال من المهندس يا حيال كومي الرئيس الرئيس النادي لكن انا انا راجل مش بتاع تحكيم وانا بقول لكم محدش يزعل مني يعني محدش يزعل مني الكرة ضربة جزاء الكرة فيها اهمال من احمد عادل عبد المنان احمد عادل عبد المنان طالع متأخر والراجل حسام حسن قطع من وراء المسها بعد كده اي كونتاكت بينالتي اسمه ان ده اهمال اهمال من المدافع او من الحارس قصده بقى مش قصده القانون خلي بالكم ما بيقولش قصده ولا مش قصده انا بقول لكم يا جماعة والله يعني بدون اي تحيص لاي حد الكرة ضربة جزاء ما فيهش كلام والكرة التعبار المحمدي الراجل طالع انظر تاني وطرد انا بقول لكم رأي بصراحة طب بقول لكم حاجة عشان ربنا هو اللي بيسوق الاهل تظلم قبل الكرة بقدر بتتجزاء دي بسانيتين شوفوا الكرة بتاعت ابننا اللي رقص من فوق المدافع اتعامل معا فاول ما تحسابش فراحة الكرة في اتجاه هارس مرمى الاسماعيلي لو تحسب الفاول ده ما كانش ضربة الجزاء دي جات يعني لو الحاكم عايز يعني عايز يتحيز كان حسب لنا الفاول ده لا مش كده بس كان حسب الطارد بتاع باري محمدي طبا ما حسبش الكلام ده طيب ما حبناش نجيب رأي الكابتن احمد شبير يا باش مهندس كومي جيبنا رأي الكابتن احمد حسين ميدو لان قلنا لك مش هنجيب حد اهلاوي وروحنا لخبراء التحكيم اللي بقاني النادي الاسماعيلي قال انه بشهادتهم الاهلي كسب ببنالتي غلط نشوف الكابتن سامير عصمان اول حاجة نوقف هنا الكرة اما نيجي نبص هنا في الخطأ الخطأ هنا تم الخطأ هو هنا في الحتة دي الخطأ هنا دي في الرقبة الرقبة والواجه من المناطق غير محمية تمام الكرة دي اول حاجة مش طرد وهي مش اهمال هي تهور ليه التهور عشان خبطه في رقابته تهور يعني حاجة بسيطة جدا انذار يعني الراجل ده عنده انذار يعني الحكم يصفر شايف الكرة يدي له الانذار التاني ويطرده برا تمام بعد كده نيجي لزكاء لعب زكاء لعب في احتساب ركلة الجزاء الكرة كانت في متناول حرس المرمرة بس حسام حسن مد رجله مد رجله فبطريقة لا ايرادية لا ايرادية احمد عدل منهم خبط رجل حسام حسن لا ايرادية دي تتحسب 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 يقصد ولا ما يقصدش برده يقصد وما يقصدش اتلغت بالها 12 سنة عشان كده القانون عمل 3 حاجات قالك ايه مال انا بلعب بتراية ايه مال مش هدي فيها كروت انما لو فيها تهور بلعب الكرة وبغبط الخصم بتاعي بس هل مش خايف على سلامته عشان كده القانون قالك تهور تهور يعني كرتصر لو بستخدم قوة زيدة هي دي بقى اللحمر عشان كده يا كابتن حسني التعمل ده خلاص انتهى طبعا هون راح يأخذ كرة حسام طبعا زكي مد رجله شئ لا اراضي بطريق عفوية التلاحم ده خلاص هيبه فيه ركل الجزاء ركل الجزاء سليمة 100% تنفيذ اللي قبل من ضمن الحاجات المهم نقف هنا نقف هنا ده اللي جاب الجول خلي بالك ده اللي جاب الجول احنا معلمين عليه ده هنعمل عليه إشارة حمرة لو الكرة تصدت من حرس المرمى وده دخل وده دخل قبل تنفيذ ركلة الجزاء هتبقى لا ركلة حرة غير مباشرة ركلة حرة غير مباشرة بس ما نجي نبص هنلاقي أحمد لعيب نادي الأهلي دخل في وقت مظبوط نعمل بلاي للكرة نشغال عادي دخل بعد التنفيذ أحرز الهدف كان قرار سليم مباراة مريئة بالأحداث محمد صباحي النردة طبعا هنا فيه مطالبة نادي إسماعيلي ركل الجزاء ما جاتش في ركل الجزاء جات في سيدرو كان قرار سليم مسألة مشروحة واتفق عليها هادي ميدو والكابتن جهاد جريشا كابتن حسام سامير عثمان كابتن جهاد جريشا لأن الحقيقة ميدو اتصل بالكابتن جهاد جريشا هادي الدربة باشمونس اللي أنت كنت عايزة أه بوص من هنا تاني والنبي ارجع بس ثانية واحدة ثانية واحدة بس اللي ابننا ده بتاع 2004 اللي رأى زال اهو اهي شفت القوع اللي فوشه قدام حكم الرابع خد بالك تاني اه يابنش هغل الشاشة دي بس خلاص كفاية مكابتن أحمد عادل اهو ده احمد عادل عبد المنعم رجع عرف انه ضرب الجزاء يعني موقفش مثلا ادى ظهره زي اقولي تيه اللي حصل طيب استحقاق لطرد باهر المحمدي وهل الناس تتخيل انه اللاعب يرتكب هذا العنف في ديئة عشرين البيان الغاضب والتصرحات بتاعة المهندس الكومي انت متخيل انه افضل لاعب في الاسماعيلي واكثرهم خبرة واللاعب الدولي الكبير وكابتن الفريق يضطرد من الديئة عشرين وما تم اشترده بيجمع الخبراء بس المرات الخبراء اللي بجد خبراء التحكيم اللي بجد نشوف الكابتن جهاد جريشي هي تستهل انذار لان اليد في الرقب او في الواكب في المنظر دو تتطور من اللاعب الاسماعيل وبيتالي استهل انذار دي اللقطة الاولينية يعني حراك شايف يعني حراك شايف ان بارم محمدي كان يستحق الانذار التاني وبالتالي تارضه في الديئة عشرين بالزبط اللاعب بتاع اللاعب بتاع ديها تبعين تمام الكرة دي بنتكلم فيها في التحكيم في حاجة واحدة كبتن بتو اللي وصل لكرة مين اللي وصل لكرة هو حسن حسن مهاجم الاحل اي احتكاج بعد كده اي احتكاج اي تلامس طيب فيه اهمال من الحارس تطلع بقى تلامس ضعيف تلامس غير ضعيف الحاجة الوحيدة اللي محسنش في رجل الجزاء في الحالة دي انه محسنش اي كونتاكت بأحرم الأحوال فأي كونتاكت يحصل فده يعتبر اهنا طبعا حسن زكاؤه زكاؤه واللقطة فعلا بالمنظر ده لازم ركل الجزاء وبالتالي التلامس ده يطلع ضعيف يطلع قوي يطلع اي امكان هو ده اهمال والاهمال يعاقب بخطأ على الحارس وراكل الجزاء صحيح يعني الصورة واضحة جدا وهو ساند وبعد كده نعم عليه بس وقعت الطرد لانه ده الناس برضو اللي بتكلمتش فيها هو علشان بس لانه اتقال من ضمن الاحتجاجات هو ليه الحاكم مراحش للفيديو فضربة جزال اسماعيلي ولو كانت للاهل كراح يا جماعة يا جماعة بقالنا اكتر من موسم وده تاني موسم بنستخدم تقنية الفار المفروض الناس اللي بتتكلم وللأسف اللي بتتكلمه يا اما لعب كورة يا اما اعلامي يا اما رئيس نادي زي الموانت سيحي لكم لو كان الاهل كراح الحاكم للفيديو الحاكم ما بيروحش للفيديو بمزاجه عشان نبقى واضحين او للأسف نفكر ونقول انت لو عندك قرار في حاكم الفيديو مختلف عن قرار الحاكم اللي في الملعب بتنبهه في اربع حالات يا طرد يا تحديد اللاعب انت اديت انظار للعب غلط فبالتالي بيحدد لك هوية اللاعب المعاقب او خطى يستوجب للكارت الاحمر الاحمر مش الاصفر او احتساب الهدف او الوفصايد دول الاربع اخطاء اللي الحاكم لو حاكم الفار شاف اي واقع منهم بينبه الحاكم طب الحاكم يعمل ايه الحاكم ممكن يقول له لا مش هشوف والصفارة تحكم ورأيه حق من حقه وممكن ياخد برأي الفيديو مباشرة مدام الفيديو متأكد وهو عنده استعداد يسلم بدأ او يعمل تشيك فيديو ويطلع يشوف بنفسه ويقرر بعد كده بناء على رؤيته انما مش هي مش سهلة كده وهو الليلة اطلع شوف حتى بتروح للأهل بيروح للأهل لانه الحاكم الفار قاله فيه خطأ مختلف عن قرارك هو الفار اكد له على صحة قرارك انما لو القرار واحد وكابتن سمع الفتاح عشان تلحى تاخد الادهش بقى ان الرئيس تجنة الحكام يقول ان اللي اتظلم في المطشدة هو النادي الاهلي نشوف الحقيقة بقى النادي الاسماعيلي الحقيقة قريته الحقيقة صعبة جدا اولا بيقول تحكيم فاج بيقول لازم يتحقق مع الحكام بيقول الحكام دي من شوفهاش ده مش من حق النادي الاسماعيلي اقول هذا كلام فدي اول شيء ولكن انا شايف ان البيان بعيد تماما عن الحقيقة تماما عن الحقيقة فكلمة بكل امانة يا كريم انا طبعا راقة الجزاء شفنا المحللين النهاردة حللوها وقالوا انها راقة الجزاء خلينا نتكلم لو في اخطاء يا كريم ده في اخطاء تانية ممكن حصلت ضد النادي الاهلي لو نتكلم بقى بمطلاقية وانت عارف النادي الاسماعيلي يتحق انذار وكان ممكن يكون الانذار التاني والطلط في الشيط الاولاني طيب كابتن عصام بيؤكد ما قاله كابتن جهاد وميدو وسامير عثمان ومع كابتن هنا مش في قناة الاهلي هو مش بتكلمنا ده بيكلم كريم حسن الشحاتة يعني بوله ده لو كان فيه خطأ حصل فهو حصل للاهلي كان الاهلي هو اللي يستحق كل ده اتضرب في عدم طرد باهر المحمد في دياء عشرين اسمع طيب مش عاكس تشوف الازاعة برضو لا الازاعة علشان هلخصها لكم الكابتن احمد الشناوي كان على التليفون مع الزميل ابراهيم فاي في الازاعة قاله انه باهر المحمد كان يستحق الحصول على الانذار التاني والطرد برضو اجتمع او اتفع الكابتن الشناوي مع الكابتن اصامع فتاح ومع الكابتن جهاد جريش ومع الكابتن سامير عثمان ومع احمد حسن ميدل الكل اجمع على انه رقم واحد ضربة جزاء الاهلي سليمة مية في المية رقم اتنين انه باهر المحمد كان يستحق الطرد من الديئة عشرين لكن الحكم اللي الخطأ حصل قدام عينيه واللي الفور لما استدعى استدعى عشان يقول له ده لاعب يستحق الكارت الاحمر طب يا راجل الفور بيقول لك يستحق الاحمر تقول انت ما تدلوش حاجة خالص حتى الاصفر كأضعف الامان لانك انت لو اديته الاصفر هو اوكي عنده اصفر فكان هيتطرد فانت متخيل ان الحكم يتغادى عن طرد لاعب الفور بيقول له طرده مباشرة فيبطل حتى يديله كارت اصفر في الديئة عشرين من البداية يعني فيه سبعين ديئة الاسماعيل كان هيلعبها ناقص اهم لاعب عنده وبعد كده يتقال اصل الاهل تجامل واصلوا معرفش ضربة الجزاء يعني الكابتن اصاب قال لو فيه حد كانت ظلم في هذه المباراة فهو الاهل بالتأكيد كابتن احمد الشناوي وضح المسألة فيه خصوص وقال ان انا بتعجب من اسلوب النادي الاسماعيل بالعتراض على قرارات التحكيم ويصدر بيان هل ضربة الجزاء لها وقت معين لكي يتم احتسابها وده برضو سؤال منطقي انت ارتكبت خطة في السوان الاخيرة ما هتتحسب بنالتي زي من كنت تتحسب كورنر او تتحسب قاوت ده جزء من القرارات اللي داخل الملعب مدام في الوقت القانوني للمباراة وثاني فتت وانت متقدم ثلاثة واحد على الجونت حسب في اخر ثاني عليك ضربة جزاء صحيح لكن الحقيقة اللي كان مهم في المسألة دي متعدين في مدد كانت فكرة علاقة الاهل بالاسماعيل وده كلام للعقلاء هو ده هذا كلام للعقلاء النادي الاهلي اخذ من الاسماعيل لعيبة اقل من الاسماعيل خذهم من النادي الاهلي اقل بالاحصاء والزمالك اخذ من الاسماعيل لعيبة اكتر ما الاهلي اخذ من الاسماعيل بالارقام بس عارفين الفرق فين والإسماعيلي خدم الأهلي فلوس أكثر من الخدم من أي حد لكن الفرق فين الأهلي عنده سيستم عنده نظام عنده مقومات نجاح اللعيبة اللي جات من الإسماعيلي اتقال على بركات أنه عنده غدة درقية ومش هيكمل واتقال على عماد النحاس عجز ومعرفش إيه وإسلام الشاطر بعد ما الإسماعيلي بقعه للزمالك وزمالك أعار والاتحاد جدة استخدم بند في الشرط الجزائف عاده وجيه النادي الأهلي الفرق أن اللعيبة اللي جات النادي الأهلي نكحت لأنه جات لبيئة صالح جات لمكان فيه مقومات نجاح كاملة في حل في عينين الناس فبدأت الناس تفتكر ما بتفتكرش أنه فيه لعيب فلان الفلان وترتنوا علام راحوا عندها تانية ولم يوفقوا فمحدش فاكرهم أو لعيبة من الأهلي راحوا للإسماعيل وملاقوش فرص النجاح الكاملة فمحدش فاكرهم لكن اللي جيه النادي الأهلي بصمته بانت لأن ده دور النادي الأهلي كل دول مع أنديته ما كانوش بهذه القيمة الفنية اللي الأهلي طور أداءه بها دي القيمة المضافة للمكان بس أنت بتضيف لي وأنا بضيف لك فبيحصل تركيبة بتكسب لكن لو بنتكلم بقى على حقيقة العلاقة وعلى احترام النادي الأهلي للإسماعيلي وحرص النادي الأهلي الدائم على تقديم أي مساعدة يقدر يعملها للنادي الإسماعيلي في كل الظروف هذه مسألة لا ينكرها العقلاء ومنهم الكابتن الكبير علي أبو جريشي نسمعه زيارتك للنادي الأهلي قل لنا كوالسها والله يعني هي دعوة كريمة والحقيقة رحنا وقعبنا مع المسؤولين طبعا على قصوم الكابتن الخطيب رئيس المجلس والناس متعاونة معنا جدا يعني في أسماء مطروحة بس أنا مش هادر أقول أي أسماء إلا لما يعني أخذ أوكي رسمي عشان بس ما أحركش حده وكده لكن فيه تعاون كبير جدا وفيه معاونة يعني صديقة من النادي الأهلي إنه هو عاوز يعني عاوز بالإسماعيلي بظروف صعبة وبساند يعني الحقيقة بجؤة كبير جدا طيب ده شيء جميل يعني الصراحة النادي الأهلي عمل عليه وعمل دوره وساهم بحاجات كتيرة يعني الصراحة بقدر شعور فيها تفاصيل لكن ساهمه بحاجات كتيرة طبعا من الكابتن الخطيب الناس كلها مأثرتش كتاب سنع حفيظ راجل معنا وتعاون لآخر وقت كل الناس الجميلة وناس كابتن يعني روحة طيبة جدا تعرف الحساسية التي موجودة بناحية النادي الأهلي في الإسماعيلية عايزك تحكي لي للقاء مع الكابتن الخطيب يعني وانا عارف انتوا مش أصدقاء انتوا يعني أكتر من إخوات لا والله خطيب عشة عمر كبيرة يعني يعني فالراجل يعني بأمانة لمست يعني الراجل بيعمل كل حاجة ومكلم الناس كلها أنا عايز أساعد الإسماعيلي نشوفك كابتن عالي عايز إيه وعمل له يعني فيه كلام يعني كتير ده لعيب وأيقونة من إيقونات الإسماعيلي في تاريخه والراجل شاهد شهادة حقه وأنا كنت يعني شاهد عيان في النص لأن كان الحوارات دي أنا مشارك فيها يعني والراجل كان ممتني جدا وقال هذا الكلام داخل قناة الأهلي وخارج قناة الأهلي ودي ما كانتش مع قناة الأهلي هذه المداخلة وعلي يدهشت بقى إنه قال إن يعني طبعا هو أشاد وقال لك الراجل الحقيقة عمل كل طريق واتصل بكل الناس وقال لهم وقفوا مع الإسماعيلي وواواوا هذه الإشادة من كابتن عالي أبو جريشة تذكروا مين كرارها بنفس الحرارة ونفس الطريقة قبل أن يتراجع عنها المواد السيحة تكون مؤسس برايش قال نفس الكلام أول ما جاه أول مداخلة جاب سيرت الأهلي قال أشكر الأهلي والأهلي قال أنه تحت أمروكه وأشاد لكن هو متوقع أن النادي الأهلي يقدر يجبر لعيب أن يروح أي مكان يعني غزب عنه طيب ده كلام يعني نتمنى أن يكون واضح لجمهور الإسماعيلي لأنه فكرة أنه الإدارة والقيادات والمسؤولين والرئيس نادي وعضو مجلس إدارة بدل ما يناقشوا أوضاع النادي الإسماعيلي في مكانة لا يستحقها إسماعيلي واحد من القوى الكروية المحترمة المهمة في تاريخ الكرة المصرية بدل ما تتبحث أسباب هذا الأمر اللي وصل لكده لا ندغدغ مشاعر الجمهور ونعجف على الوطر الطبيعي والمحفوظ الأهلي أي حاجة بلغ على الأهلي أصل الأهلي اللي بيعمل يا عم الأهلي اللي بيعمل إيه ده إحنا جبنا لك كل خبراء التحكيم وأبناء نادي الزمالك مش الأهلي وشفت أن اللي الظلم في المباراة الأهلي مش الإسماعيلي أنا شفت يعني مقابلة لكابتن سيد بازوكا سيد عبد الرازق اللي مئة مرة تلعى لهم أجذوبة أن الأهلي ما استخدفناش دي غير حقيقية بيسألوا بيقولوا البيان برضو بيتكلم أن الأهلي بياخد بطلاته بالمجملات قال لهم طيب أنا معاكم وألها بطريقة سخيرة الأهلي خاد 42 بطولة أوانطة فيها مجاملة وبطولتين صح ده كلام يخش عقل مين الأهلي منظم الأهلي كذا وقعد يعدد الأسباب اللي هو ميدو بيكرارها تاني طيب هذه بقى النقطة المهمة ميدو بيشكر الأهلي ميدو بيشيد بالأهلي خالد الغندرز على الليه تجار الكرهية يا أستاذ إبراهيم مش هعجبوا من كلام ده بعد جائزة الإبداع الناس الموضوعية حبت توقف عند أسباب تفوق الأهلي وتميزه جائزة بزاد بيق لها معايير خضع للمعايير للتحاد الأوروبي تقول إن الأهلي صاحب أفضل عمل مؤسسي في الوطن العربي دي شهادة الأهلي مدهاش لنفسه شهادة منحت لي من جائزة جائزة عالمية كبيرة في دبي اتكلم ميدو عنها وعن سيستم النادي الأهلي وأسباب نجاحه نشوف اللي ماشي بكل حاجة بالثانية وبكل حاجة بنظام وأقرب نادي أقرب نادي وله أخجل لنقول الكلام ده لننفعش نكفل رأسنا في الرمض الأهلي هو أقرب نادي للأندي الأوروبية بيحاول أنه يبقى عنده منظومة وأنه يبقى عنده سيتاب محترم وأنه يقدر أنه يشتغل صح ويبقى عنده فيجن لقدامه وبلان معموله وكل الكلام ده من سلوات طويلة فأنت بتنفس وحش أنت بتنفس وحش الأهلي تحطيه أرض صلبة نعم أنت النهاردة لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وبتتكلم على المظلومية وبتتكلم أن الأهلي بيتجامل أنت بتبني جوه الطفل الصغير اللي هو جوه النادي أنه هو دايما عنده عذر ودايما عنده إكسكيوز ده إحنا الحكم ده إحنا كذا عايزك تشوف الفرق تاني يوم ما بين الأهلي لو خدت دوري تاني يوم اللي عيبت راح التبرين إزاي فرق لعدت الأهلي كسبت البطولة احتفلت النهاردة تاني يوم اليوم خلص أنا لازم أن أنا أفكر في اللي جاي أن أنا أكسب نعم تاني وثالث وعاشر ورابع ومليون عندما يتحدث الناس متحررين من الانتماءات والكلام اليمين والشمال بتطلع قول الحق كابتن ميدو أنا بقول لك قبل كده مئة مرة عندما يتحدث في الكرة بموضوعية تاخد منه رأي رأي محترم وسليم وفير يتحدث عن أسباب فوز الأهلي هو بياخد البطولة بيقول لك الأهلي تاني يوم اللعيب هم هم في التمرين اقفل الصفحة وكنهم ما عملوش أي حاجة مش ناش تعيش ليل نهار في أفراح وتلاقي الكاز ده في كل حتة في أحياء مصر هو الجايزة يعني ده كلام كابتن ميدو مش كلام حد من نادي الأهلي وفيه كلام كتير جدا يعني هنطلع منه تباعه على فكرة لما الزميل سيف زهر سأل الكابتن خلد الغندوره هو في ضيافته هو كابتن هجام حنفيه ايه تعليك على كلام ميدو هو كلام ميدو ممسش الزمالة كلام ميدو كله عن إيجابية النادي الأهلي وأسباب تفوق النادي الأهلي اللي واضحة وضوح الشمس لكل الناس تقول لي تحكيم مصر تقول لي تحكيم أجنبي تقول لي تحكيم أفريقي الأهلي بطل الأهلي عنده سيستم الأهلي عنده نظام الأهلي عنده ثقافة المكسب زي ما ميدو عددها بشكل متعدد ده يزعل خلد الغندور في ايه يعني لو الأمر يخص نادي الزمالك من حقيقة طبعا الكابت الخلد المظور يدافع عنه ورد عليه لكن لكن هل الإشهادة بالأهلي تزعل حد تزعل تزعل اللي عايز يغازل مشاعر الجماهير ويقول لهم شوفوا ده مش زمالكو زي أنا بقى حديكم كلام رتحبوا وتسمعوا بس الأهلي مالو ما الأهلي مالوه اللي قالوا ميدو إنه الأهلي أقرب فريق للسيستم الأوروبي قالوا الكابتن الكبير الكابتن محمد عمر الفيديو الشهير اللي انتو كلكم حافظينه الأهلي نادي أوروبي وضع في مصر بالخطأ دي مقولة نحتها محمد عمر نجم الإسكندرية الكبير وعدتها أكتر من واحد بعد كده من وحي هذا النظام المتماسك اللي شاهدت بيه جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي بدأ لما الأندية المصرية الشقيقة المحترمة تبدأ تحاكي تجربة الأهلي تبدأ تدور على أسباب انتظام النادي الأهلي تبدأ تدور على ليه النادي الأهلي متفوق يتقال لك أصل النادي الأهلي لما تحل مجلس إدارته الحكومة لغت القرار في دقيقة ساعتها أيام كابتن طهر أبو زيد لأنه كان قرار غير سليم كان قرار غير صائب ما كانش مبني على أي حاجة بدليل أنه لا الكلام اللي تقال راح النيابة ولا حد سمع أن فيه قضية ولا أي حاجة ورئيس الوزراء شاف ساعتها أن ده تغول من وزارة الشباب والرياضة على استقرار نادي ما ارتكبش خطأ بدليل زي ما بقول لكم ما فيش حاجة لا تحق فيها ولا راحة النيابة ويتقال طب ما هو نائب رئيس النادي الأهلي ده كم من اللي قاله كابتن خلط وغندور لما رأي نائب رئيس النادي الأهلي ما اعتمتش فوزه في الانتخابات الدنيا ما تقلبت لا ما تقلبتش اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المحكمة قالت أنه هم أخطأوا في قراءة نص لقيحة النظام الأساسي واللي قال ده النادي الأهلي بمنتهى لدوء الاحترام لجه للقنوات القضائية واللي ده اللي أشاد به الوزير الدكتور أشرف صبح أنه احترم الاتجاه القانوني لإدارة النادي الأهلي للأهلي حد ميزوا ولا حد ادالوا أكتر من حقه لأنه ماشي بالشكل الصح بدأ لما تدوروا على أسباب تفوق الأهلي والأن ده كلها تبدأ تحاكي مثل هذه التجارب عشان الرياضة تتقدم وتتطور لا نبدأ نزعل من مجرد الإشادة بالأهلي مع أن الأهلي الإشادة لا تفيد دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع الله خير